أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المسرية 2 تقديم بسانت محمد حفنة الحفاة باب منزل سحرة اليمام الخشبي المتهالك يفتح تتحرك ضرفته ببطء محدثة صريرا حادا يتأهب الموجودون بالداخل لأي مفاجأة بسبب توترهم العالي يتنفسون الصعضاء عند رؤيتهم العرجاء تدخل عليهم مغرق الباب خلفها تعكز نحوهم ببطء بوجه امتزج فيه السرحان بالتيه أقيقبون بخليط من الصخط والسخرية مرحبا بعودتك أراك خوية اليدين يا عرجاء أين ابنة وصبان نافجة وهي تعكز لوسط المكان رحلت قالت هند رحلت إلى أين كوميت متسائلة ألنت رافقنا نافجة بعدما أسندت ظهرها وعكازها للجدار وجلست سارحة أمامها لا مدت قيقبون يدها في قدرها رفع كتاب سليمان الحكيم فوق رأسها ملوحة به قائلة لسنا بحاجتها فالكتاب بحوزتنا نافجة زافرة بخيب ولا هذا معنى أعيدي لقدرك رافضة ماذا تقولين يا عم لماذا لأننا لا نحتاجه أقيقبون بتعجب عم تتحدثين يا ابنة أملج هل فقدتي صوابك هذا الكتاب هو نافجة مقاطعة نحن لا نحتاج الكتاب كي نقرى المتنورين لا نحتاج إلا عزيمتنا وإرادتنا فقط أقيقبون بتحكم وماذا أيضا يا سحرة هجر قالت نافجة وأن نستخدم عقولنا دون تغليب قلوبنا أن تكون غايتنا واضحة وهدفنا نصب عيوننا أقيقبون هذا الكلام المشحون بالعواطف المقززة يقلقني كوميت لذلك ومثل ما قالت القائدة سنستخدم عقولنا رافضة ساخرة معنى ذلك أن عجوز قدر لا فائدة منها أيضا قالت القيقبون إخراسي يا بدوية وإلى دفنتك حيث تقفين رافضة تجلس متقرفسة على الأرض ماذا عن الآن هل ستدفنينني حيث أجلس دحكت عوراء لكن عجوز قدر رمقتها بنظرة متجهمة دفعتها الوضع كافي على فمها والاختباء خلف زمجة قالت هند لا حاجة لنا بهذا السجال الآن يجب أن نفكر في خطواتنا التالية كوميت وعن ماذا سنتحدث لم يتغير شيء نحن ما زلنا على عزمنا أليس كذلك يا قائدة نافجة مستأنفة حديثها لكن بنبرة أقل حماسة نعم والأهم من هذا كله أن نكون يدا واحدة وعلى قلب واحد شق الصف سيقضي علينا جميعا لا مجال للخلاف أو المناكفات يجب أن نكون صخرة مصنطة خالية من الشقوق نهضت رافضة وصارت نحو عجوز قدر وقبلت رأسها قائلة حسنا اسفحي عني يا ملكة اليمامة المعظمة أبعدت القيقبون البدوية عنها بدفعها بكفها برفق من أمامها موجهة نظرها العابس وحديثها الصارم للعرجاء وقالت ما بيك؟ لما أنت مكسورة؟ لا شيء متعبة فقط صارت عجوز قدر نحو العرجاء وجلست بجانبها وقالت بصوت مسموع للجميع وهي تشير لهم بسبابتها هؤلاء يحتاجون إلى قائد قائد يقودهم للتهلكة التي نحن بصدد شد الرحال إليها تطلبين منهم التماسك وأنت منهارة أمامهم بالنسبة لي فأنا لا أمانع الموت فقد وهبتك عهدي لكن هم يحتاجون منك عزيمة أكبر مما تطلبين أنت منهم نافجة وهي مكسورة عزيمتي كما هي لكني أقيقبون مقاطعة أنا لا أعرف ما الذي دار بينك وبين ابنة وصبان لكني لن أسمح لك بالرحيل لأرض الفرس معنا وأنت بهذه الحال نافجة ملتفدة إليها ماذا تعنين؟ كوميت أقائدة يجب أن تذهب معنا رافضة بدونها لن نملك فرسة قالت عوراء لن أرحل بدون العم هند نعم نحن بحاجتها في أي حالة كانت قالت القيقبون انسطننا لأنفسكم ولا واحدة منكم تملك هدفا حقيقيا للذهاب عاد أنها تريد إرضاء ابنة النخيل أنتن لستن جاهزات لو كنتن تريدون الذهاب حقا لما ترددتن سواء كانت بصحباتنا أم لا كوميت غير صحيح قالت نافجة بل عجوزة قدر محق رافضة بتعجب محق في ماذا يا عم قالت نافجة أنتن لست جاهزات وهناك فرق بين أن أخذكن معي وأن أجبركن على ذلك هند أنا لست مجبرة ورحلة بيكن أو بدونكن أقيقبون موجه الحديث للبقية بواجه عابس ماذا عنكن هل سترافقهناني أنا والجنوبية صمت الجميع وبدت على وجوههن الحيرة والتردد لكن كوميت قطعت صمتها قائلة أنا سأذهب حتى وإن بقيت قائدة أقيقبون ماذا عنك يا بدوية أنا ذاهبة حيث تذهب كوميت عوراء أنا لا أستطيع ترك العم أقيقبون وهذا من جانب العرجاء ابقي معها إذن نافجة إلى أين أقيقبون رافع حقيبة جلدية من على الحائط للسوق سنحتاج بعض الحاجات قبل رحيلنا غدا أشارت عجوز القدر للفتيات باللحاق بها ففعلا وجوهن تراقب ملامح نافجة وكأنهن يخشين أنهن قد ارتكبن خطأ ما لكنهن لم يتكلمن وطبعنا قيقبون للخارج تاركات عوراء وزمجة مع العرجاء جرست الصبية بجانب عمتها وقالت بحظ هل حقا سيرحلن ويتركننا نافجة مسح على رأس الصبية بسمة نعم ولما لا نرافقهن أنا لم أمنعك يا عوراء عوراء بحزن لا أستطيع الذهاب لأي مكان دونك لماذا أنت لست مملوكة لي ويمكنك فعل ما تشاءين أم أنك تريدين البقاء مع من سيعتني بك فقط أخبرتك من قبل يا عم أنا من سيعتني بك وليس العكس تبسمت نافجة ولم تعلق على كلام الصبية لكنها وجهت كلامها لزمجة وقالت خذها للسوق واشتري لها ملابس جديدة عوراء بحماس هل يمكن أن أشتري بعض الحنطة نافجة بسمها نعم هل معك ما يكفي من المال لا أعرف فزمجة هو من يجلبه لي قال زمجة لا عليك يا سيدة نافجة سأتدبر الأمر عوراء بنبرة محذرة لكن لا تسرقه زمجة حانيا رأسه باسما أمرك يا سيدة عوراء موهوب وليس مسروق نهضت الصبية من مكانها قفزا والسعادة تغمرها وخرجت من المنزل ليتبعها الجني الأزرق بعدما تشكل بهيئة بشرية وقبل أن يخطل الخارج استوقفته نافجة قائلة ما رأيك أنت؟ زمجة ملتفتا إليها رأيي في ماذا يا سيدة نافجة؟ هل فقط عظيمتي؟ كل ما أعرفه أنك خرجت قبل قليل كالبحر الهائج وعطي إليك النهر الوادع صمتت العرجاء واكتفت بالنظر أمامها ولم ترد عليه بعد خروج زمجة بفترة غطت أعي نافجة المرهقة في النوم لكن غفوتها قطعت حين فتح باب المنزل فظنت العرجاء أن أحدهم قد عاد لكنها فوجئت بالدعجاء تقف عند الباب تنظر إليها باسمة لكن هيئتها مختلفة بعض الشيء فشعرها الأبيض منكوش قليلا وكأنها خاضت سراعا ما ويدها اليسرى مصابة ومبتلة بالدم لكن أكثر ما لفت انتباه نافجة هو عيناها المتساعتين وكأنها مصدومة أو في حالة من الجزع بالرغم من تبسمها تقدمت الدعجاء بضع خطوات وهي على تلك الحالة ثم أقارت خشيت أنكم رحلتم أين البقية؟ سحبت العرجاء عكازها على العجالة نهض من مكانها عاكزة بسرعة نحوها مغلق الباب خلفها وقالت بخليط من الحماس والتوتر لمعطي يا عم؟ دعجاء ممازحة هذه ثاني مرة تسألينني فيها السؤال ذاته اليوم بدأت أشعر حقا بأنك لا تريدين رؤيتي نافجة وهي مشتتها لا لا أبدا أبدا لكن لكن ماذا يا جدعاء؟ نافجة رفع يد الدعجاء النازفة ما هذه الدماء يا عم؟ هل أذيتي نفسك؟ دعجاء ببرود وبدون أدنى اهتمام لا تكترثي لها سحبت نافجة خمارها من على رأسها وأخذت تمسح الدماء من على كف الدعجاء وبعد لحظات قالت عيناها على أنام العمتها المراقبة لها هذه ليست دمائك سحبت دعجاء الخمار من يد نافجة بهدوء وضعته على رأس العرجاء وقالت باسمة هذه مجرد دماء ناجسة كان لابد أن تصفك نافجة تقود الدعجاء لوسط المنزل تعالي يا عم تعالي اجلسي هنا أجلست نافجة عمتها بجانب قدر وسقطها بعض الماء ونفضت بكفوفها هندمها المتسخ بالتراب وأعادت ترتيبه ومسحت بكفها على رأس الدعجاء بعدما لعقته وبللته بلعابها لتصفف شعرها الأبيض المبعفة وكانت تقوم بذلك بحرص وعناية شديدين وعيناها مملؤتان بالقلق والخوف ودعجاء تراقبها بصمت حتى انتهت وقالت وهي تهم بالعكس مبتعدة ارتاحي الآن وسأحضر لك بعض الطعام أمسكت دعجاء بمعصم نافجة واستوقفتها لتدير هي نظرها نحوها قائلة هل تريدين شيئا آخر يا عم دعجاء بوجه بارد وحديث صارب سأرحل معكم نافجة باستغراب ما الذي جعلك تعدلين عن قرارك؟ دعجاء مرخية قبضتها عن معصم العرجاء قلبي الأحمق انتصر على عقلي مجددا ولهيب روحي تأجج وما الذي ترأ وأشعلها؟ دعجاء رفع يادها اليسرى متأملة ما تبقى من أثر الدماء بين أصاباها قائلة لا كرامة ترجى من تخاذر ولا عزة تطلب من أهل الدناء أنا الدعجاء قبلة العرب وسيجد العجم عند محرابي الموت الموت يدق بابي وأنا لصوت دقاته أطرب أتطيب له وأنهر أحل وثاق شعري وأهز رأسي راقصة مغنية هلما يا حامل الموت أقبل مد لي خلاصي غصت نافجة في دموعها ولم تقل شيئا واكتفت بالجلوس أمام الدعجاء التي حضقت بعينيها المحمرتين وقالت بحزن أقصب بنخيل هجر وهضاب نجد وحارات الحجاز وجبال الجنوب ورمال الشمال لنا سنحرقه سنعصف بهم كالريح وسنريهم الهوان ونسقيهم المذلة وسيكون الموت منيا يتمنونها وهب يطوقون إليها قطح حديثهم بدخول القيقبون مع من كانوا معها عائدين من السوق وعند رؤيتها للدعجاء جالسها بجانب قدرها ومن أمامها نافجة قالت بعبوس لما عدت يا ابنة وصبان العرجاء قالت بأنك رحلت دعجاء باسمة أنا مدينة لك يا سحرة اليمامة أقيقبون تدخل وسط المنزل بوجه متجه ومن ورائيها البقية حاملين بعض الحاجات مدينة لي بماذا؟ دعجاء وهي تراقب قيقبون تجلس أمام قدرها بالقرب منها لقد حققت حلمي الكبير وحلم معلمتي عنك من قبلي في تأسيس مملكة الساحرات لقد ملكت اليمامة وتربعت على العرش الساحرات فيها أقيقبون مسح بكفيها جوانب قدرها الأسهل محضقة بأعين الدعجاء لن أنسب الفضل كله لي ولن أنكر أنك مهدت الطريق لأعتلي عرش سحرة اليمامة وأنت من جعلت راية الساحرات ترفرف فوق رمال الجزيرة فمنذ أن قتلت كبير السحر هنا لم يتمكن ساحر من السيطرة على المدينة لفترة طويلة دون أن يطاح به حتى أتيت أنا ثم أني لم أحقق الحلم الكبير الذي تتحدثين عنه وهو مملكة الساحرات أنا كبيرة السحرة في اليمامة فقط دعجاء وكل من ينال هذا الشرف يعيش في نعيم ورخاء أقيقبون أعرف ما تلمحين إليه يا ابنة وصبون هذا يحدث فقط مع من يكون الوالي راضيا عنه أنا كبيرة في عيونهم لكن ليس في قلوبهم هم ينقطونني وينقطون وجودي أعرف ذلك لكن حاجتهم لقواتي ترغمهم على التغاضي عني وعدم التعارض لي قالت الدعجاء لم يتغير شيء إذا أقيقبون مبعدة كفيها عن جوانب قدر ولن يتغير أشارت العرجاء لبقية الفتيات بالجلوس حول القدر والإنصاط للدعجاء التي أكملت حديثها قائلة أنا لا أعرفكم وأنتم لا تعرفنني لكن حب النافجة لكم يكفيني لأثق بكم نحن ذاهبات لأرض غريبة وجميعنا سنبحر في الفلك نفسه ولا نجالي أحد دون الآخر هذا إنقدر لنا النجاح ماذا تعرفن عن خصومنا؟ أقيقبون إنهم جبابرة وقتلة محترفون نافجة لكنهم ينزفون وأي شيء ينزف يمكن قتله هند وهم كثر كالجراد قالت نافجة اتفقنا سابقا أننا سنستهدف سيدهم فقط هو رأس الأفعى قالت رفضة كنت أظنه أسدا هند وهذا الأسد وحده ليس باللقمة السائغة كوميت سننال منه أنا واثقة من ذلك في تلك اللحظة دخلت عوراء مع زمجة حاملة معها كيسا قماشيا كبيرا وعند رؤيتها للجميع مجتمعات حول القدر ابتهجت وقالت بسعادة غامرة وهي تجري نحوهم لقد أحضرت لكن بعض الحلوة رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية تنين الأسرة المأصورة تبسمت نافجة خلال جلوس الصبية في حجرها وبدأها بتوزيع الحلوة على الجميع عوراء وهي تمد قطع الحلوة واحدة والأخرى خذ هذه لك وهذه لك وهذه لك عندما مدت الصبية قطعت الحلوة لقيقبون أخذتها منها ورمت بها وسط القدر ولم تتناولها كالبقية فقالت لها عوراء مؤنبة لماذا فعلت ذلك؟ قالت القيقبون الحلوة لا تأكل الحلوة رافضة إن كنا سننتصر بالثقة فعجوز القدر هي مفتاح النصر كوميت منزل غطاء وجهها لتناول الحلوة باسمة إسكوتي لا نريد مشكلات معها دعجاء منتبهها باهتمام لملامح الحجازية الحادة بعدما أماطت لثاميها ممعنى النظر بعينها الملونة كأعين قطط ما اسمك يا رامية؟ قالت نافجة اعذريني يا عم فلم أعرفك على عائلتي قالت دعجاء أعرف منه الهند وصديرة فقط رافضة وكوميت ملتفتتين بعضهم على بعض وهما تلوكان الحلوة وبصوت واحد سديرة من؟ أقيقبون زافرة بحزن لم يناديني أحد بهذا الاسم منذ سنين طويلة أوجعتيني يا ابنة وصبان عوراء مشيرة نحو عجوز القدر أنت سديرة؟ أقيقبون بعبوس نعم هل لديك مشكلة مع اسمي؟ عوراء بشيء من الخوف لا فهو ألطف من عجوز القدر نافجة مشيرة للبدوية والحجازية بسبابتها وهذه رافضة وتلك كوميت قالت دعجاء كوميت اسم جميل شكرا يا قائدة أنت من الحجاز ولدتي في العراء لكنك استوطنت المدن لاحقا قالت كوميت نعم صحيح هل أخبرتك قائدة نافجة بذلك؟ قالت دعجاء تلك الأعين الثاقبة أخبرتني خرجتي للدنيا والسماء استقفكي ورم يحجب حدود نظرك شيء أنت مميزة كوميت رافع غطاء وشهة مخفية فمي أنا مثل أي بنت أخرى وجهت الدعجاء نظرها لرافضة ورفعت سبابتها وأشارت إليها قائلة وأنت من قبائل الشمال هجدانية نعم رافضة ابنة شبل من مطنب الهجداني قالت دعجاء ابن شيخها رافضة ماسحة على وشم أنفيها بأناملها نعم الدعجاء رافع رأسها تجاه زمجد الواقف خلفهم والمتشكل كبشر وأنت جن أزرق لقد رأيتك بهيئة مختلفة عندما دخلت أول مرة كنت أعرف أمراءكم فردك أزرق والأميرة قايرة قال زمجد سمحت عنهم عما فعلوا بمملكتنا وكيف ضمروها قال الدعجاء عقرب البابلي هو من ضمر مملكتكم وليس أبناء الملك واندل قال زمجد لا يهم أنا لا أعرف تلك المملكة كي أحزن عليها أقيقبون حبيبي هذا ولد في أرض الجزيرة لأب وأم مأسورين عوراء بصخط لا تنادي بحبيبك دعجاء بسمه وأنت من يا صاحبة الحلوة عوراء رفع يدها بحماس وهي جالسة في حجر نافجة أنا عوراء قال الدعجاء تجي دين العربية بشكل حسن عوراء بحزن أنا عربية العم نافجة أخبرتني بذلك قال الدعجاء لا أنت لست عربية أنت نافجة مقاطعة المعذرة يا عم أريد أن أسألك متى سنرحل وأي طرق سنسلك قال الدعجاء الآن أقيقبون بتعجب الآن قال الدعجاء نعم سننتقل لأرض الفرص فورا ونبحث عن هذا السيد الكبير قالت هند لقد أخبرت هند سابقا أنه يقين في قصر رخامي ضخم يقبع فوق أحد قمم جبال الملح يسمى بعرين الأسد قال الدعجاء هذه وجهتنا إذن أقيقبون أنت أكثر جنونا من ابنة النخيل هل سنطرق بابه وندخل أم ماذا قال الدعجاء الآن ليس وقت الحديث في التفاصيل هناك ما هو أهم نافجة ماذا يا عم دعجاء وهي تشيل لزمجة بالجلوس مع المجموعة نفوسكم يجب أن تغسل من أي كدر قبل أن نرحل أي رغبة ملحة أي أمنية معلقة تخلصوا منها أو أتموها وإلا فسوف تثقل كاهلكم وتعيقكم عن مسعاكم قالت رافضة لم أفهم قالت نافجة العم تقصد أننا يجب أن نرحل وكأننا لن نعود هند لا يوجد قيود تقيدني قالت دعجاء بلى يا ابنة معناد لديك قالت هند لقد رحلت عن أهلي طواعية مني ولا نية لي بالعودة حتى أنني هجرت زوجي وطربت ابني ورائي ولم ألتفت إليهم دعجاء ألا ترغبين في زيارة قبر أختكي؟ هند بغصة أختي هل تعرفين أين دفنت؟ قالت دعجاء أعادها أميرة الجن الأزرق للجنوب ودفنها تحت الشجرة الكبيرة عند منزل أهلك هند بحصرة هل يعني هذا أنها كانت بالقرب مننا طيلة تلك الفترة وأنا لا أعرف؟ دعجاء رحلتي بحثا عن قربها ولم يزيدك البحث عنها إلا بعدا هند وكيف علمتي بذلك؟ علمي هذا من كهف المسترقين إن كنت ترغبين في زيارتها قبل أن نرحل فقومي بذلك سنكون بانتظارك يمكن لزمجة أن يأخذك إلى هناك ويعيدك خلال يوم هند لا لا أريد زيارتها قبل أن ينتهي ثقرنا دعجاء ثقركما ممن؟ جهنم ماتت على يدي وأمها على يدنا فجأ من تبق؟ قالت هند ثقر أختي هو ثقري وثقري هو ثقرها لا أريد أن أعود لها ولا يزال لي ثقر مع المتنورين قالت دعجاء قد لا تعودين هند وقتها سألتقي بها عوضا عن زيارتها دعجاء كما تشاءين يا ابنة معناد نافجة لرافضة ماذا عنك يا بدوية؟ رافضة قبيلتي لن ترغب برؤيتي وأنا لا أريد ذلك أيضا أقيقبون لكوميت وأنت يا قطة كوميت لا يربطني شيء بالحجاز وحبي لأرضها دعجاء وأنت يا سديرة أقيقبون بصخط لا تناديني بهذا الاسم عوراء وضع كفها على فمها ضحك عجوز القدر اسمها سديرة قالت رافضة هديئي من روعك لقد تجاوزنا هذا الأمر أقيقبون زافرة أنا لا سلدي شيء أخسره سوما تباقى من عنفوان رفعت رافضة سبابتها وهمت بالتعليق لكن كوميت وضعت كفها على فمها ومنعتها نافجة محتضنة صبية وهي تلوك الحلوى في حجرها ملصقة خدها بخدها هامسة في أذنها وأنت يا عوراء هل لديك شيء تريدين قيام به قبل أن نرحل؟ عوراء تهزر أصها بالنفي محضقة بما تبقى من حلوى بين يديها قائلة لا أريد سوى البقاء معك فقط دعجاء لزمجد وأنت أيها الجن قال زمجد أنا أسير حيث تسير السيدة عوراء دعجاء متسائلة وولائك لمن؟ قال زمجد لمن يملك مفاتيح قيودي للسيدة قيقبون في السابق ومن بعدها السيدة نافجة وللسيدة عوراء اليوم القيقبون بنبرة نادمة ليتني لم أفرد فيك نافجة وليتك لم تعطي لي واتبعتي بكل هذا المن دعجاء لعوراء حررية صبي لماذا؟ زمجد صديقي ولا يستطيع تركي قال الدعجاء حررية وهو سيختار إن كان يريد البقاء أو الرحيل لن نأخذه معنا وهو مجبر ومصير كي تكون عزبتنا قوية يجب أن يكون كل فرد منها حرا مخيرا عوراء بحزن حسنا وكيف أحرره؟ قال الدعجاء فقط قولي أحررك من قيدي وجهت الصبية نظرها لزمجد الجالس بقربها وبنبرة مرتبكة قالت أحررك من قيدي في لمح البصر اختفى الجني الأزرق من المكان عوراء وهي متفاجأة أين ذهب؟ نافجة مسحة على رأسها حيث يشاء يا عزيزتي ويبدو أن هذا ليس المكان الذي يرغب البقاء فيه قال الدعجاء لقد اختار مصيره وهذا من حقه عوراء بعين دمعة كنت أظنه يحبني قال الدعجاء الحب ليس أن يكون معك أو تكوني معه بل أن يريد كل منكم أن يكون مع الآخر كوميت لدعجاء هل ليه بسؤال يا قائدة؟ كوميت متسائلة كيف التقيت بقائدة نافجة؟ نافجة مسندة رأس عوراء الحزينة لصدرها نظرة في أعين الدعجاء الباسمة في الحقيقة لقاءنا الأول كان على الأرض التي نحن بصدد شد الرحال إليها رافضة التقيتما في فارس؟ نعم وكيف حدث ذلك؟ قالت نافجة العم لم ترضى أن تتركني حين سمعت بأنني محبوسة في سجونهم عوراء رفع نظرها الواجه نافجة كنت مسجونة يا عم كوميت ماذا كانت جريمتك؟ قالت رافضة أعتقد أن سؤالا كهذا لا يسأل العم بعد معاشرتنا لها نافجة مسندة ذقنها على قمة رأس عوراء سارحة أمامهم جريمتي كانت أنني أردت إعادة الحق لأصحابه كوميت وهل هذه جريمة؟ قالت دعجاء عند الطغاء نعم هي جريمة لا تغطفر أقيقبون بتذمر هل انتهينا لقد بدأت أشعر بالنعاس؟ قالت دعجاء باقية نافجة نافجة رفع رأسها لا يعم ليس لدي مكان أريد أن أعرج به أو إليه قبل أن نرحب دعجاء ولا حتى هاجر؟ نافجة بسمة بحزن هاجر في قلب أقيقبون ماذا حل برحلتك للبحث عن شقة وسطيح وشيطان بئر برهوت المدعو صجر هل عدلت عن ذلك؟ دعجاء متسائلة شقة وسطيح قالت نافجة نعم كنا سنسعى لإيجاد إجابة لمعاضلتنا بسؤالهما وصجر كان وجهتنا بعدهما دعجاء من ذكرتيهما لا أحد يمكن إيجادهما بل هما من يجدانك والبحث عنهما هاضر للوقت أما سجر فهو شيطان مجنون ولو كنت قد وصلت إليه كان سيقتلك ويرمي بك في قعب إره العفن قالت القيقبون ابنة وصبان محقة قد أخبرتك بذلك وحذرتك قالت نافجة على أي حال قطع كلال لطريقي حالة دون إكمالي لهذه الرحلة قالت هند كلالة المتنور نافجة نعم أعترد طريقي لكنه مات مقتولا على يدكي؟ لا متنور آخر ساعدني لكنه لا يملك أي نجوم مثل البقية سفي لي نافجة مستثجرة شاب صغير بشعر أسود قصير يضع قرطا ماسيا لاماعا في إحدى أذنيه هند منزل رأسها محدثة نفسها بصوت مسموع للبقية شاور قالت دعجاء هل تعرفينه؟ أعرف أنه الذراع اليمنى للوزير روشني وأحد جواسيسه وهو متنور قوي جدا لكنه غير مصنف رافضة ما معنى هذا؟ ولما ساعد العم؟ قالت القيقبون يبدو أن هناك ضبعا ينام في عرين الأسد قد يكون ذلك في مصلحتنا هند أعتقد أن روشني يخط لشيء ما وإلا فلما يمد يد العون لشخص أمر السيد الكبير بتصفيته؟ دعجاء هذا خبر غير صار نافجاء لما يا عم قد يكون ذلك داعما لنا من حديثي القصير معه أحسست بإحساس هند نفسه قالت دعجاء هذا الوزير لو علم بقدومنا فسيخشى على نفسه من أن يكشف غطاءه أمام سيده وسيبذل كل ما في وسعه للقضاء علينا وبالذات أنت يا نافجة لأنك تملكين سره وهذا أدعى لأن نكون حذرين وأكثر خفية خلال رحلة كوميت لا يهم فنحن ننوي القضاء عليهم جميعا قالت نافجة لا العم محق هدفنا سيدهم فقط ومن يعترد طريقنا سنواجهه لكننا لن نبحث عن صدام نحن في غنى عنه قالت دعجاء هل معكم دواب؟ نافجة فقط الغبساء قرة عيني عوراء كنت أظن أنني أنا قرة عينك نافجة مقبلة رأسها أنت قرة عيني الأخرى دعجاء لن نحتاجها معنا في رحلتنا أقيقبون تخلصي منها نافجة بانفعال أتخلص منها أتخلص من الغبساء كوميت لما لا نبيعها نافجة بعصبية ولا هذا لا تتحدثن عنها بهذه الطريقة القيقبون متهكمة ماذا تريدين إذن أن نثبحها ونأكلها؟ وضعت نافجة يدها على خسر عوراء ورفعتها من على حجرها بوجه عابس وزحبت عكازها ونهضت وخرجت من المنزل مستاء رفضة ما بيها العم قالت دعجاء عشق الخيل داء لا يمكن الشفاء منه خرجت الدعجاء من منزل القيقبون وراء العرجاء لتجدها تمسح على جبين الغبساء وتقبله بين الفنية والأخرى مبللة خطمها بدموعي اقتربت منها دعجاء وقالت ابنتي خود كانت تعشق خرافها مثل عشقك لفرسك نافجة بنبر حزينة ومهمومة ما يجمعني معها أكبر من العشق يا عم بحق هو هيام وجنون هي ابنتي ابنتي التي لم أنجبها قالت دعجاء هناك سوق للبهائم خارج اليمامة نافجة مقاطعة ملسقة جبينها بجبين الفرس بأعين مغمضة وبصوت مليء بالدموع لن أبيعه لن أبيعه قالت دعجاء تعالي معي فقط إلى هناك ولن يحدث شيء دون رضاك أمسكت نافجة بسرج الغبساء تتأمل عينيها السوداوين بينما عادت الدعجاء للمنزل لتحضر البقية الدعجاء محدث الجميع من عندما ادخل باب المنزل هيا حان وقت الرحيل خذرنا ما تريدنا ورحقنا بنا أقيقبون أين سنذه قالت دعجاء سوق البهائم خلف أسوار المدينة هل تعرفينه أقيقبون نعم سنلتقي بكم هناك اسلك الطريق الذي يعبر بحي الدباغين فهو سيقودكم لمخرج المدينة دون الحاجة للمرور من أمام قصر الوال الحراسة هناك مشددة وقطة عرادان للمضايقة أومت الدعجاء برأسها وأكملت سيرها خروجا من المنزل بعد رحيلها مع العرجاء والغبساء أمسكت القيقبون بحقيبتها قماشية المعلقة على كتفها وأخذت تتجول في أركان المنزل تجمع بعض الحاجات وتضعها فيها والبنات يراقبنها بخليط من الاهتمام والفضول قالت رافضة ماذا تفعلين يا صديرة القيقبون بتجهم وهي مستمرة فيما تقوم به أجمع بعض الحاجات التي قد تكون عونا لنا بما أننا لن نعود كوميت تلاصم أقيقبون رافع سر صفراء راطبة انبعثت منها رائحة نتنا أمام وجه البدوية بل أشياء أقوى من ذلك رافضة مغطية أنفها بكفها بتقرف ما هذه الرائحة المقيتة أقيقبون وهي تدس السر في الحقيبة هذه السر النتنا هي خلاص السنين عبري من السحر الأسود رافضة ملوحة بكفها أمام وجهها بحث عن النفس تبدو ليك خلاصة الأموات حين يتركون بلا دفن علقت عجوزة قدر الحقيبة على كتفها وقالت أجدت الوصف يا بدوية نعم إنها خلاصة الموت وسوف نقدمها للعجم قبل أن ندفنهم هند هل انتهيت أقيقبون سائرة نحو مخرج المنزل اغلقنا الباب بإحكام بعد خروجكم كوميت كيف نغلقه من الخارج لم تجيب عجوزة قدر عليها وخرجت رافضة بتهكم صديرة مستاءة من أمر ما هند سائرة للخروج توقفي عن منادتها بهذا الاسم وهي لن تستاء قالت رافضة ليما أليس هذا اسمها كوميت تشد يد عوراء وتلحق ببنت معناد معها حق العم أمرتنا بأن نكون يداً واحدة رافضة تسير خلفهم وبنبرة ساخرة صديرة اسم جميل لا أعرف لي ما لا تحب رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 دائرة الود ومثلث الشكل في الطابق السادس بالجبل الكبير التابع لمقر الطائفة الجنتية استقر قصر كبير حيث يقيم الوزير روشني ويعقد معظم اجتماعاته جلس قائد فرقة القتل المعين حديثاً خليفة لفايو على عرشه يقف من خلف ذراعه اليمنى شاور ذقرت المازي وعلى يمينه يجلس سبع أصفر كبير يداعب غراته بأنامله خلال حديثه مع الحراسة الثلاثة السابقين لسيدة كبير والمتبقين من السباع السبع زومر كامشل ومرناسة قال روشني وعينات تأملان السبع الضخمة الجاثة عند أقدامه فرقة القتلة تحتاج لإعادة سقل وترتيب ووضعهم الحالي مؤسف ومخيب مرناسة نحن طوع أمرك يا سيد روشني كامشل أنا لم أكن يوما ضمن فرقة القتلة أمضيت عمري بين الكهنة روشني ماذا عنك يا زومر زومر وهو يداعب أرنبه الصغير بين يديه أنا أخدم الطائفة في حزب سواء خلف السيد الكبير أو أمامه حتى وإن كان مكاني الجديد أقل شأنا من السابق روشني شأنكم ومكانتكم محفوظان ولن تكونوا مجرد قتلة كامشل بنبرة متفائلة كيف يا صاحب الحكمة قال روشني هل تعرفون عدد القتلة والكهنة في الطائفة؟ أقصد الموجودين حاليا في جبال الملح كامشل ليس لدي عدد محدد لكننا لا شك نتجاوز الآلاف مرناسة لا القتل بالكاد يصلون إلى الألف مقاتل والكهنة أقل زومر تخمينتكم مبالغ فيها نحن أقل بكثير مرناس لا أظن ذلك قال روشني بل زومر محق كامشل بتعجب؟ كيف؟ نحن روشني مقاطعا القتل المصنفون والموجودون في جبال الملح اليوم لا يتجاوز عددهم الثلثمائة مقاتل والكهنة قتل عشر هذا العدد تقريبا وثلثهم مرسلون في مهام خارجية البقية إما خدم أو جواسيس أو كهنة في المعبد الكبير بالإضافة لغير المصنفين الذين يطلقون التدريب وهم ليسوا كثرا كذلك بمعنى آخر مجموعة قاطين الجبل الكبير لا يتجاوز الخمسمائة فرد قوة الطائفة هي بمد هيمنتها للخارج وذلك يستهلك الكثير من الطاقة البشرية نحن فعليا نتجاوز أربعة آلاف عضو لكني لا أتحدث إلا عن من هم موجودون معنا هنا في الجبل الكبير فقط زومر وإثارة هذا الحديث لأي غرض قال روشني هناك خطر قادم في طريقه إلينا ويستهدفنا مباشرة في محاولة للنيل منا في عقل دارنا وهذه سابقة تستدعي الاستعداد ولن أفشل في هذه المهمة التي أكلت إلي لذا سوف أقسم فريق قتل الموجودين حاليا إلى ثلاث أقسام وسأولي كل واحد منكم على فريق منهم ليكون مسؤولا عنه مرناصة هذا شرف كبير يا صاحب الحكمة كامشل ثقة نعتز بها زومر كل شيء وبالأخص تعطي دون جدال الولاء المطلق أساس كامشل نحن مستعدون للمهمة الأولى روشني مشيرا لشاور بالاقتراب منه أكثر قبل المهمة تعرفوا على أتباعكم الذين ستقودونهم نائبي هو من سيقوم بكل الترتيبات وأوامر نافذ عليكم مثل أوامري هزه ثلاثة رؤوسهم بالموافقة بالرغم من أن زومر بدأ وكأنه مستاء قليلا روشني مشيرا لهم بالانصراف ارحلوا الآن وبعدما يبلغني شاور بجاهزياتكم سنجتمع مجددا لمناقشة أولى مهامكم هيا انصرفوا رحل الثلاثة تاركين الشاب الصغير ذقرت الماسي ينزل بربته ورأسه أمام وزيره قائلا هذا شرف كبير لا أستحقه يا سيدي روشني هذه مكافأتك لأداءك الاستثناء في مهمتك مع العرجاء قال شاور لم أقم إلا بواجبي روشني أريد أن أسمع تقريرك عن رحلتك في عربستان حدثني عن ما حدث وضار بينكم حكى الشاب ذو الشعر الأسود القصير ما حدث معه منذ أن التقى بنافجة عندما تدخل وأنقاذها من كلال وحتى افتراقه عنها بعد أن أوصلها لديار الأزد روشني هل ساعدتها وشاربت بقتل فايو شاور لا هند هي من قام بذلك بعدما انقربت عليه وعلينا وتحالفت مع أبناء جلدتها قال روشني خيانتها للطائفة أمر لم يكن بالحزبان قال شاور ما الذي كان بحزبانك إذن روشني أن تموت على يد العرجاء قال شاور هند ليست متنورة عادية كي تقتلها ساحرة محمن كانت قواتها وهم الآن مع مجموعتهما قادمات لفارس في مهمة انتحارية لقتل السيد الكبير روشني ولما تسميها انتحارية قال شاور كلانا يعرف يا سيدي أن لا أحد يستطيع مس الشعرة من رأس السيد الكبير قال روشني هنت تستطيع وأنا مؤمن بذلك شاور معنى ذلك أن خططنا لا تزال قيد التنفيذ ولن نغير شيئا نعم هل تظن حقا أن هؤلاء النسوة سيتمكننا من الإطاحة بسيد الكبير أو حتى الوصول إليه قال روشني لا داير من المراقبة ولو لقين حدفهم فلن يمسنا شيء شاور حانيا رأسه وأمرك قال روشني أخبرني كيف كانت نهاية الساحرة الهجينة التي قتلها ميزك شاور أنمار أنمار لم تمت روشني وهو مصدوم ماذا؟ لكن ميزك أكد لنا شاور مقاطعا باحترام الساحرة الهجينة لا تزال على قيد الحياة لقد طيقنت من ذلك بنفسي روشني محاولا استيعاب ما يسمع وكيف طيقنت قال شاور راستها أحد الغربان العائدين اليوم من دايل لقد وصلت لسواح الفارس لكنها لم تبقى طويلا وانتقلت لمكان آخر لم نتمكن من تحديده بعد روشني باسما ستكون هذه طعنة في مصدقية أغوى كهنته أمام السيد الكبير وسيزيد ذلك من ثقة بي أكثر قال شاور لكنها لا تزال مشكلة وأنت تعرف أن عقلها مختل وقد تسعى للثقر روشني فلتأتي هي الأخرى بدل أن كنا نطاردهم لتصفيتهم سيجتمي عنه هنا ونتخلص منهم دفعة واحدة بعدما يقتلن السيد الكبير شاور هذه المرأة ليست كبقية الساحرات لا أعرف كيف تفكر وما الذي يحارب تصرفتها وأفعالها تملك قوة مهولة لكنها دوما تعتقد أنها ضعيفة وتحاول التحسين من قدرتها وكأنه هاوس يفترسها روشني هل تعتقد أنها يمكن أن تشكل خطرا علينا؟ قال شاور الخطر يمكن أن يأتي من أي مكان ليست هذه المشكلة ما المشكلة إذن؟ خلال الفترة التي راقبتها فيها لم أراها يوما تثق بأحد أو حتى تشفق عليه بالرغم من أنها تتظاهر بذلك أحيانا لكنها في الحقيقة مليئة بكم هائل من الحقد والكره ولا تدري إلى أين توجهه ولا تدري إلى من توجهه الشخص الوحيد الذي تنازلت ووثقت به كان ميزك وأنا أعترف بذكاءه وقدراته وصبره لتحقيق ذلك لكن إخفاقه في إتنان مهمته فتح بابا قد يصعب علينا إغلاقه روشني هذه مشكلة أغوى كاهنه الفاشل وصف أحرص أن أنقل ذلك الإخفاق لمسامع السيد الكبير وبالنسبة لقوتها فمحما بلغت فهي لن تكون ندا لما نملكه نحن شاور هناك أمر آخر ما هو؟ قال شاور صبية روشني صبية؟ أي صبية؟ قال شاور فتاة بشعر أحمر فاقدة لإحدى عينيها ترافق العرجاء في حلها وترحالها مع بقية بناتها وذلك الجني الأزرق بالرغم من أنها لا تحمل أي مهارة قتالية لكن لكن ماذا؟ شاور بنبرة تخلى لها بعض القلق هي من كانت تقتل كل متنور اعتارة طريقة العصبة العربية روشني وهو مصدوم ماذا تقول؟ قال شاور لقد رأيت ذلك بأم عيني مسخ مخيف يخرج من جوفها ويفترسهم جميعا في كل مرة يحكمون قبضتهم عليهم ورأيتها تنهض من الموت معظم اخترقها سهم المتنور الذي حاصرهم في قصر ملكة الدم هذه الفتاة قوتها مخيفة مخيفة جدا لم أرى طاقة متواهجة مثلها من قبل كنت أعاني حين أحاول الاقتراب منهم بسبب وجودها معهم وهذه الصبية لن يكون من استهل علينا رضعها إن وصلت لجبال الملح وضع الوزير سبابته على خده وسرح متفكرا شاور بما تفكر يا صاحب الحكمة روشني وسرحانه ينقطع سأخبرك لاحقا أرسل رسولا لقصر السيد أغ واخبره بأنني أريد مقابلة لأمر نهان شاور حانيا رأسه أمرك قبل أن يهم شاور بالرحيل استوقفه روشني قائلا اسمه أرسل سربا من الغربان على امتداد ساح الفارس الغربي أريد أن يصلنا الخبر حالما تحط أقدام العربيات الحافية على أرض فارس ولا أريد أن نفقد أثرهم بل نكون على علم بكل تحركتهم طيلة الطريق شاور ولو سلكنا طريق الغيبة زرقاء قال روشني لن يسلكنه لا أحد يعلم بعجزنا عن التعقب في تلك المنطقة إلى قليل وأغلبهم أتباعنا سوف يسلكن طريق القوافل المعروف من مدينة دزداب شرق البلاد والذي سيقودهن لحدود السند وسيعبرن غيبة النمور حتى يصلن لسفوح جبال الملح كل من سيسألن سيقودهن لخط السير هذا قال شاور سأبلغ خمود بإطلاق الأسراف فورا وسأبلغك بأي أخبار تصلني منها في وقتها خرج شاور تاركاً الوزير يفرق في رأي الأسد الجالس بجانبه بوجه سارح وقلق خلال أقل من ساعة دخل أخ على روشني ووجده يضع ساقاً على ساق سارحاً غارقاً في تفكيره وأفكاره فوضع وزير الكهنة قبضته على فمه واصطنع كحة خفيفة للفت انتباهه وبالفعل انقطع سراحان قائد فرقة القتل الجديد ووجه نظره ناحية وزير الكهنة وقال سيد أخ كنت بانتظارك أخ متقدماً نحو احتقطع الرخامية المسقولة أمام عرش روشني ليجلس عليها منتبهاً للسبع الأصفر بجانبه ما هذا السبع؟ روشني باسماً السبع خير من البومات البيضاء التي تحيط نفسك بيها قال أغ البوم مفيدة روشني والسبع كذلك هل تريد أن ترى بنفسك؟ قال أغ دعك من هذا الحديث الآن هناك الكثير من الأمور يجب أن نتناقش فيها كنت سأدعوك أنا للمجيء لكنك سبقتني روشني يبدو أننا نتشارك الهم ذاته قال أغ بل هموماً وعمل كل واحد مننا على حدة غير مجد في الوقت الراهن يجب أن نتعاون ونتشارك في المعلومات روشني أتفق أعمال الطائفة معطلة بسبب ما حدث مؤخراً فقال أغ لنبدأ بأهم موضوع روشني تقصد العربيات لقد اجتمعنا مع هن وهن في طريقهم لفارس لمحاولة قتل السيد الكبير هذا ما نمى لعلمي فقط حتى الآن أغ بخالية من التحكم والعجب هل جنة هؤلاء العرب روشني مداعباً رأس السبع بجانبه أو تظن أن حفنا من الحفاة سيتمكننا من الوصول لسيد الكبير سيذبحنا كالشيال التي يرعينها وسنرمي به للسباع قال أغ بثقة أقل لا أعرف ما بك يا وزير الكهنة هل تشكر بقواتنا؟ قال أغ مواجهة شخص يريد الموت ليست بالأمر الهيئ ماذا تقصد؟ قال أغ القدوم إلى هنا انتحار أي جاهل يعرف ذلك كون هؤلاء النسوة ومع معرفتهن المسبقة لتلك الحقيقة قد قررنا الإقدام والتقدم نحونا فهذا شيء يثير قلقي راشني هل تعتقد أنهم يملكنا قوة تخفى علينا أو يدمرنا لنا خدعة الماء؟ قال أغ تريد الحقيقة مجرد كسرها حاجز الرهبة وتحديهم لنا هو بحد ذاته انتصار راشني لكن هل يملكنا مقاومات النصر التام؟ أغ حدثني ميزك في تقرير لي عن فتاة صغيرة تسير معهم وكان يقول بأنها قوية وهذا أثار قرقي فميزك لا يمتدح قوة أحد راشني متظاهرا بالجهل ربما كان يبالغ أغ وقلق لا يزال يعتريه لا أعرف لكني لم أرى الخوف في عينيه هكذا وهو يتحدث عن أحد من قبل راشني سنعرف مدى تلك القوة المزعومة عندما يصلن وهل سننتظر حتى يصلن إلينا؟ راشني وماذا تريد أن نفعل؟ لقد تواجهنا معهم في أرضهم وخسرنا حتى قائد القتل ذبح هناك كل هذا بسببك راشني بواجه متفاجئ خالته الاستغراب بسببي أنا؟ قال أغ أخبرتك وحذرتك مسبقا من أن هند ستنقلب علينا وهذا ما حدث تماما راشني بشيء من التهكم هل تخشى هند أم الصبية أم العرجاء؟ أم هذا يا كبير الكهنة؟ أغ بغضب أنا لا أخشى أحدا راشني بنبرة ساخرة مستفزة ولا حتى السيد الكبير؟ أغ مستجمع النفس محافظا على هدوء ووقاره ماذا تريد أن تقول يا راشني؟ أفسح ولا تراوخ قال راشني لنغير الموروح ماذا سنفعل الآن؟ أغ لقد أرسلت سربا من البوم الأبيض للإستطلاع ووجهت جميع جواسيسي في عربستان ليكرسوا جهودهم في رز تحركات العربيات قال راشني وأنا فعلت المثل وأمرت بإرسال الغربان السوداء للساحل الغربي أغ سوف أعرض خطة التصدي لهم اليوم على سيد الكبير خلال مراسم وشميزك بدائرة الرابعة ويجب أن تكون حاضرة راشني باسما بخبف آه ميزك شرف يستحقه ولن أفوت الفرصة بلا شكل الحضور وتهنئته نهض وزير الكهنة عن مقعده وقال قبل أن يهم بالرحيل لا تفكر لوهلة بأن تخفي شيئا علي يا راشني فأنا أعرف ألعيبك قال راشني لا تقلق يا وزير الكهنة كل علم يصلني سيصلك وأتوقع أن تقوم أنت بالمثل استدار أغوى خرج من القاعة تارك القائد فرقة القتلى يراقبه بابتسامة مصطنع الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 البعير الأعور بعد خروجها من اليمامة التقل جميع بالدعجاء والعرجاء عند سوق البهائم الواقع على بعد يسير من أصوارها وكان ذلك بداية العصر وهو الوقت الذي يشهد فيه السوق الإزدحام الأكبر بعد أول الصباح وقفت نافجة راقب الباعة والمشترين خلال سيرها بوجه حزين وهي ممسكة بلجام الغبساء والدعجاء تسير بجانبها من وراءهما تبعهما البقية بعد تجولهم لما يقارب الساعة شتت قيقبون حقيبتها الجلدية على ظهرها بشيء من التضمر وقالت متى سننتهي؟ المكان رائحة ناتنا رافضة رافع كفها محدثة نفسها بصوت مسموع لكوميتا السائرة بجانبها لن أتكلم لن أتكلم هند هذا السوق كبير جدا عوراء بعدما شهدت مجموعة من الخيول تلبس حليا من الذهب والفضة هل هذا حفل زفاف؟ رافضة ضحك لا يا حمقاء هذه تضعب الصفات أغلى أنواع الخيول وأنقاها نسلة عوراء وهي لا تزال تراقب تلك الخيول منبهرة من جمال زينتها ما معنى صفات كوميت مجنحة عوراء بانبهار هل معنى ذلك أنها تستطيع الطيران؟ أين أجنحتها لا أراها؟ نافجة بتهكم الغالي لا يحتاج لذهبا أو فضة ليعرف الناس قيمته حيلا لا تنطلي إلا على الحمقاء دعجاء باسمة فرسكي أصيلة الجميع يستطيعون رؤي ذلك نافجة بخليط من الحزن والسخط وستجبرونني على التخلي عن هذه الأصيلة دعجاء مشيرة للرجل المسؤول عن تلك الأحصنة لا سنتركها معه توقفت نافجة عن السير وألقت نظر على الرجل الذي أشارت إليه الدعجاء وقارت لكن يا عمه قال الدعجاء لا تستعجلي والتبعين رافضة لامح رجلا يفترج بعض الأسلحة وسط السوق هل يمكننا الذهاب لذلك البائع قبل أن نرحل أريد إلقاء نظر على ما يعرضه دعجاء محدثة الجميع اذهبنا حيث تشاءن وعندما ننتهي سنأتي نحن إليكم أقيقبون أنا لن أرافقهم لقد أخذت كل ما أحتاجه كوميت مشيرة لأختيها هيا بنا إذن هندو هي تلحق بيهم لا حاجة لي بالسلاح لكني سأرافق صارت الدعجاء نحو بائع الخيول ومن خلفها نافجة وقيقبون حتى وقفت أمامه وقالت كما الأجر التي تأخذها مقابل الضيافة تاجر الخيول قطع فضية لليوم أقيقبون ساخرة قطع فضية في اليوم هل سترعاها أم ترضاه قال الدعجاء ماذا عن مدى الحياة نافجة وهي مستاء ماذا تفعلين يا عم ضحك التاجر وقال حسب عمر الداب إن كانت في عنفانها وبداية عمرها فسيكلفك هذا الكثير أقيقبون لا أرى سببا لهضر المال لأجل هذه الفرس دعجاء تسحب لجامل غبساء من يد نافجة المندهشة مما يحتف أمامها ما لك لن يمسي يا صديرة قالت نافجة أنا لم أقرر بعدي يا عم دعجاء تمد لجامل الرجل قائلة هذه هي الدب ما ثمن ضيافتها عندك مدى الحياة تاجر الخيول ممهنن النظر في الغبساء هذه فرس أصيلة ولم تحبل من قبل لماذا لا تبعينها لي نافجة بتجهم ونبرة حادة لا لن نبيعه تاجر الخيول للدعجاء باستغراب ما بيها ابنك أقيقبون أختيك كبرى مستاء من كلامك دعجاء لا تضيع وقتنا قل ثمنك أو سنرحل تاجر الخيول بواجه متفكر معيدا تفحصه للغبساء خمس قطع ذهبية بلا شرط وإن كنت ستشرتين فستكون عشر قطع أخرجت الدعجاء من جيبها حجرا ذهبيا بحجم البيضة ورمته على التاجر قائلة هل يكفيك هذا للاهتمام بها مدى حياتها بشروطنا تاجر الخيول مخبئا الحجر في جيبه ملتفتا حوله خيشية أن يرى أحد يكفي لها ولصغارها ما هي شروطكم نافجة بعصبية لا تزوجها ولا تلبسها الحلية مثل بقية خيولك قال تاجر الخيول الفرس لا تطيق العيش بلا جواد نافجة تمسح على جبين الغبساء بحزن وما أدراك عما نطيق وما لا نطيق تاجر الخيول كما تشائين هل هناك شروط أخرى نافجة مقبلة خطم فرسها بأعين دمع لا تربطها ولا تضربها تاجر الخيول للدعجاء يبدو أن ابنتك لا تعرف كيف أعامل بهائن دعجاء وضع كفها على كتف النافجة ستكون بأمان هنا حتى تعود إليها يا جدعاء تاجر الخيول بتململ هل نحن على اتفاق يجب أن أرحل الآن قبل الغروب مع القفلة التي أتيت معها مدت نافجة كفها للرجل بوجه محتقن وقارت أعيد المال تاجر الخيول بعجب شديد ماذا؟ نافجة محركة أنام اليادها بعصبية أقول لك أعيد المال أخرجت تاجر قطعة ذهبية ومدها لها ثم قال بنبرة ساخطة مهددة قبل أن يرحل لو عطنها مجددا فلن أأخذ هذه البهيمة منكم ولو أعطي طنني وزنها ذهبا أقيقبون سارخة فيه بتهكم وهو يبتعد عنهم أرجوك يا ملك البهائم لا تغضب نحن لن نتمكن من العيش دون رضاك عنه عد إلينا عد راقبة الدعجاء ما يحدث به دوء لكنها لم تتدخل وبعدما وضعت نافجة قطعت الذهب في جيبها بيد شدت لجيم الغبساء باليد الأخرى وعكزت لمسافة قصيرة حتى توقفت عند رجل بدأ عليه توضع الحال يسير مع ابنته الصغيرة ومدت اللي جيم له قائلة بواجه المحتقم خذي يا عم الرجل باستغراب ما هذا يا أختي نافجة بجدية مصارع حزنها الفرس لك قال الرجل لكن هذا كثير علي وأنا لا أملك حقه نافجة نافجة وصوتها بدأ يتحاشر إنها هبة لابنتك لا ترده أمسك الرجل بالجيم وهو يقول بنبرة ممتنة شكرا هذا كرم منك نافجة بواجه يحاول إظهار الشدة والتماسك فقط لي رجاء واحد يا أخي تفضلي نافجة مسحة بباطن كفها دمعة هربت من عينيها عملها كابنتك فقط لا أكثر البنت الصغيرة بسعادة محتضة وساقة الغبساء هل ستكون أختي؟ فقدت نافجة السيطرة على دموعها التي أخذت بالانهمار ونزلت على رجبتيها عند الفتاة الصغيرة وقالت نعم اسمها الغبساء وهي تحب من يحبها الفتاة بحماس وأنا سأحبها ضغطت العرجاء واستدارت تجاه الدعجاء وعكزت نحوها بوجه امتلأ بحزن الدني ورمت بنفسها عليها تبكي وتنوح بصوت مسمو أقيقبون بنبرة متململة ومتذمرة المتنورون سيمزقوننا بلا شك دنت تاجر منهم مرة أخرى وقال بتكبر أنا سأرحل الآن هل ما زلتن عند قراركم بعدم البيع أقافلة التي أتيت معها بدأت بالتحرك أقيقبون سارخة فيه بعصبية وأنت لا تزال تتكلم الفرس تم بيعها تاجر الخيول بخليط من العجب والندب بكم كنت سأدفع أي مال تطلبونه دعجاء متبطبة على ظهر العرجاء الباكية على صدرها الثمين لا يباع ولا يشتر أقيقبون ناهرة هيا الحق ببهائمك قبل أن يفتقدوك بعد رحيلة تاجر واستعادت نافجة بعض ذهنها المعكر وجبل شيء من خاطرها المقصور صارت ثلاث متوجهات لتاجر السلاح ليأخذلنا البنات معهم وجدلنا أن هند تتشاجر معه بصوت مرتفع دعجاء مشيرة للبدوية بالاقتراب منها وحين فعلت قالت لها ما الحكاية ما بها ابنة معناد قالت رافضة كنت أريد اقتناء خنجر أعجبني لكنها عندما سمعت القيمة التي طلبها البائع منعتني من اقتناءه ودخلت في سجال معه حاولت منعها من ذلك لكنها لا تريد الإنصط لي دعجاء باسمة أختها من قبلها كانت عنيدة كذلك أقيقبون سارخة فيها هل تملكين مالا أصلا كي تشتري هذا الخنجر لا كنت فقط أريد إضاءة بعض الوقت قالت دعجاء ولم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه نافجة ما سحى ما تبقى من دموعها بخمارها سائرة نحوهما أنا سأذهب إليه وأنهي هذا الجدال قالت دعجاء حسنا سنلتقين أنا وصدير عندما ادخل السوق رافضة وهي تلحق بالنافج حاضر يا عم بعدما أنهت العرجاء الصدام مع التاجر اجتمع الجميع خارج حدود السوق الذي بدأ يتفارق مرتادو وباعته تدريجي وحينها قالت القيقبون ماذا الآن هل سنسير على أقدامنا وإلى أي ما الخطة يا ابنة وصبان دعجاء متأمل الأفق الشمس شهرفت على الغروب سنسير مسافة بسيطة حتى تغرب ثم نبات ليلتنا ومع أول الصباح سننتقل لأرض الفرس هند وليما لننتقل حالا قالت دعجاء نحن في الشتاء ولا أريد أن نصر ليلة كوميت محتضنا نفسي صحيح ملابسنا خفيفة قالت رافضة كان الأجر أن نبتع ملابس ثقيلة من سوق اليمام قالت دعجاء لن تكون هذه مشكلة هيا لنتقدم صارت المجموعة وقطعت مسافة ليست باليسيرة شمالا حتى شرفت الشمس على الغروب وقبل أن يتوقفن أقبلن على أرض كبيرة متشققة عوراء شكل هذه الأرض غريب قالت نافجة لقد عبرت سحابة من هنا وجف ماءها رافضة كأنها تجعيد وجه امرأة التقيت بها حديثا رمقت الحجازية أختها بنظر مؤنبة رافضة متظاهرة بالبراء ماذا؟ أنا لم أقل شيئا أقيقبون مستوعبة الميحات البدوية لو كانت عمت كنت شاركني أسرارها لما غدا واجهي بتلك الحالة؟ قالت نافجة وجهك القمر يا صديرة ولا حاجة بك لأي أسرار قالت القيقبون لم أعد منك هذا المديح يا ابنة أملش دعجاء محضقة ورائيها بأعين مرتابة محدثة نفسها بصوت مسموع للجميع لا يزال يتعقبنا القيقبون من؟ تاجر البهائم؟ هنت تشاركها النظر عن ماذا تتحدثين يا عم دعجاء رفع سببتها عن ذلك البعيد وجه الجميع أنظرهم حيث أشارت الدعجاء وشاهدنا بعيرا يقف على تلة رملية بعيدة أقيقبون وما أدركي أنه يتبعنا دعجاء منذ أن خرجنا من سوق البهائم خرج هو منه وبقى يسير خلفنا وتيقنت الآن من أنه يلاحقنا عوراء وليما يلاحقنا؟ هل يريد ماء؟ قالت نافجة هل تعتقدين أنه مرسل؟ كوميت ممعنى النظر فيه بنظرها الحاد إنه لا يحمل وسما لأي قبيلة أو مالك وهو أعور رافضة ضحكة لأنه يعتقد أن عوراء إحدى قريباته لذلك تبعنا نافجة بتجهم لا تلمسي أختك بالكلام كوميت هل أذهب إليه يا قائدة لأضحقك منه؟ دعجاء وهي تحضق به لا تجهلنه فقط ووقضن لنا نارا سنبات هنا قالت عوراء الأرض قاسية هنا دعجاء متربعة مكانها الأرض التي تفقد ماء المطر حصنتها قوية لذا لم يجرأ ذلك البعير على التقدم أكثر نافجة جالسة بجانبها هل تظنين أنه شيطان يا عم؟ قالت دعجاء لا يهم مما يكون المهم أن نأخذ الحذر منه اجمعنا حطبا لنشعله قبل أن يداهمنا الليل جلست عجوز القدر مع العرجاء والدعجاء بينما تفرق الفتيات لجمع الحطب لكن هند لم تشاركهن ووقف التحضق بذلك البعير بواجه قلق فقالت لها نافجة ما بكي اجلسي معنا هند وعينها لم تحيدها عن البعير الأعوى هذا متنور أقيقبون هل أنت متيقنة؟ مسحت هند فوق أثر الحرق على وجنتيها الطومس لوشومها وقالت من الأمور التي تعلمتها عندهم هي استشعار طاقات أفراد الطائفة والطاقة التي يطلقها هذا البعير طاقة شبيهة لهم أنا واثقة من ذلك قالت دعجاء إذن فهو هنا لمراقبتنا فقط هذا الأمر متوقع هند ملتفت إليها لا يا عم الأمر بقتل العرجاء لا يزال قائما وهذا المتنور وصله الخبر مثلما وصلني ويريد الزفر بها أقيقبون أليس من المفترض أن تعرفي بما أنه رفيق سابق لكي؟ هند معيدة نظرها للبعيد ليس بالضرورة أنا أقوى متنور موجود على أرض الجزيرة لكن هذا المتنور وصل حديثا وأظنه من الكهنة قتل في تلك الأثناء وخلال جمع الفتيات للحطب كانت البدوية والحجازية تتناقشان وهم تراقبان عوراء تلعب على مقربة منهم رافضة هل يعقل أنها تعقبتنا ولحقت بنا؟ كوميت عن من تتحدثين؟ عن تلك الفارسية المجنونة؟ تقصدين؟ نعم أنمار المعتوها ألم تكن تريد قتل عوراء؟ كوميت ولما تتشكل كبعيد؟ لا لا أظنها هي قالت رافضة هل نخبر العم بما يدور في خلدنا؟ كوميت نهضة حاملة كمية من الحطب بين الذراعية لا فرديها ما يكفيها مما يشغل بالي رافضة وهي تقوم بالمثل هل تظنين أننا سنلتقي بها مجددا؟ عوراء قافزة بينهما مقاطعة لحديثهم عن ماذا تتحدثين؟ رافضة مشيرة بسبابتها لا شيء سيري أمامنا مشت الصبية ومن خلفها أختها وخلال سيرهما وهم تراقبانها تقفز وتلعب قالت البدوية بصوت خافت لكوميت لكن هناك شيء آخر يجب أن نخبر العم عنه تقصدين؟ نعم ما حدث معنا في الجبل بعدما افترقنا عن الفارسية؟ وكيف أن عوراء؟ كوميت مقاطعة نحن لا نعرف ما حدث كيف لا نعرف؟ ألم تسمعي صوتها عندما أمرتنا بالبقاء مكاننا؟ ذلك الصوت لم يكن صوتها كوميت تشد على حمولة الحطب بين ذراعيها ماذا يكون إذن؟ رافضة مواجهة نظرها للصبية وهي تقفز وتلعب أمامهم لا أعرف لكنه بالتأكيد مأخافة الفارسية ودفعها لمحاورة قتله قالت كوميت لا تشويش عقلي أنمار كانت مجنونة منذ اليوم الأول الذي قابلناها فيه رافضة بعصبية مدبوطة وهل نحن مجنونتان أيضا؟ وتخيلنا ما سمعناه؟ لا تنكري أن عوراء تحيط بها أمور غريبة وتحدث معها أمور أغرب وهذا كان يحدث من قبل أن نلتقي بالفارسية كوميت حتى إن كان كلامتي صحيحا فلن نشغل بال العامة بشيء قبل أن نتيقن نتيقن من ماذا يا كوميت وقفت الحجازية وتابعت عوراء من بعيد وهي تجري نحو نافجة وتقفز عليها وتعانقها بقوة وقالت إنها بالفعل تخفي شيئا نجهل وعنه اجتمعت العزب بالكامل حول النار التي أشعل لناه وخيم الليل ببساطة وانتشرت النجوم فوق رؤوسهم وخلال دقائق خافت نورها مع تواهج القمر المكتمل فقالت دعجاء ناملنا جيدا الليلة رافض محتضنا نفسها لم أكن أظن أن البرد سيكون قارسا هكذا هند مسترقية هي الأخرى أمام النار لم تري شيئا انتظري حتى نصل لأرض العجب كوميت مغمضة عينيا ليتني اشتريت ذلك الفراء عوراء وضع رأسها على فخذ نافجة أنا لا أشعر بالبرد قالت القيقبون شحومك ولحومك خير غيطاء نافجة موجهة نظرها للتلة التي يقف فوقها البعيد إنه لا يزال على حاله دعجاء دون أن تلتفت ناحيته رمي قطعة حطب في النار تجاهلي ولا تعطي أي انتباه هند المسترقية بظهر مدار إلي وكيف سننام هو يقف مراقبا لنا هكذا أقيقبون يقول العاطل إبل قديما لا تعري البعير فكرا إذا أزبك واسقي نعيرا وسعيرا إذا أرفص هند تضم أذراعها مغمضة عيني حسنا سننتظر حتى يرفص أحد منا إذا دعجاء لنافجة نامي يا ابنتي سأبقى أنا وسديرة مستيقزتين أقيقبون ولما أبقى مستيقزة أنا أريد النوم كذلك نظرة الدعجاء لعجوز القدر بنظرة حملت بعض المعيني الخافية قائلة سننام بعدهم يا سديرة هل تفهمينني فهمت القيقبون ما حاولت دعجاء يصالوا لها وقالت بهدوء نعم نامنا أنتون وسنلحق بكم بعد مرور ما يقارب الساعة على غفوة الجميع تحدثت عجوز القدر مع الدعجاء قائلة هل ستقبلينني الآن ما قصة؟ دعجاء مقلبة جمر النار بعصى البعير الأعور ما به الدعجاء ملقية بالعصى وسط اللهب سنتخلص منه أقيقبون وما دخل إجبارهم على النوم في هذا كان يمكن أن يساعد الننا دعجاء أنا أعرف مدى قدراتي وحدود قدراتهم لكني ما زلت أجهل مدى قدراتك أنت أقيقبون هل تلمحين إلى أنني أقل قوة من البقية؟ لا بل لأني مؤمنة بأنك تملكين قوة لم نرى منها شيء حتى الآن لكني لن أخم وأريد أن أرى بنفسي أقدر يا عجوز القدر يجب أن يستقر على ثلاث أحجار نافجة هند وأنت ولو كان أحدها ضعيفا وهتز فسينقرب القدر على وجه أقيقبون بتهكم وأنت قدر الذي سيجلس علينا دعجاء أنا النار المشتعل أسفله أقيقبون نهض من مكانها حسنا يا ابنة وصبان سأثبت لك أنني لست ضعيفة كما تعتقدين دعجاء أنا لا أعتقد شيئا لكني أحتاج للتثبت قبل أن نرحل سأكون بانتظارك يؤيد لم تعودي فسأكون قد حصلت على الإجابة تجهمت عجوز القدر وصارت باتجاه التلة الرملية حيث كان يقف البعير الأعور مع أول الصباح فتحت نافجة عينيها ورأت أن الجميع مسترقيات حولها نائمات بمن فيهما الدعجاء لكنها لم ترى عجوز القدر وانتبعت كذلك إلى أن البعير الأعور لم يعد واقفا فوق التلة بدأت بإيقاظ الباقية واحدة للأخرى وعندما أفاق الجميع قالت لدعجاء أين صديرة يا عم أجابها صوت قيقبون من خلفها قائلا أنا هنا يا ابنة النخيل التفتت نافجة ورائها وشاهدت عجوز القدر تجلس متربعة فوق الرمال على بعد يسير منهم فقالت لها لما أنت هناك بعيدة عن النار قالت القيقبون شخيل السمينة أزعجني ولم أستطع النوم عوراء بغضب أنت السمينة القيقبون كونك عرفت أنني أتحدث عنك فهذا يؤكد كلامي عوراء لنافجة بعصبية أسكتيها يا عم تبسمت الدعجاء وقالت محدثة الجميع هيا إن هضم لقد حين الوقت وقفت العصبة مشكلات دائرة حسب توجيه الدعجاء وأمسكننا أيديهم بعضها ببعض ثم قالت نافجة أين سنحطي يا عم قالت الدعجاء على الساحل عند ميناء بوشير هند الميناء بعيد عن جبال الملح لما لننتقل إلى دزداب فهي أقرب مدينة لحدود السن قالت الدعجاء هذه هي وجهتنا في النهاية لكننا لن نحط فيها في البداية هند ليكن في علمك يا عم أن جواسيسهم وغربانهم منتشرة في كل مكان وغالبا سيروننا ويعلمون بقدومنا في أي مكان تحط فيه أقدامنا قالت الدعجاء أعرف وهذا ما أريده تماما الآن أغمضن عينكم أغمض الجميع عينهم وبدأت الدعجاء في تمتم التلاصم الانتقال لكنها فجأة شعرت بأن هناك ثقرا قابعا على صدرها يمنعها من إتمام التلصم فتوقفت وقالت بصوت مرهق افتحنا أعينكم كوميت هل وصلنا عوراء بحماس فارس تشبه عربستان قالت رفضة إهدائي نحن لم نتحرك من مكاننا بعد نافجة ملاحظة تعب على الدعجاء ما بيك يا عم هل أنت بخير كسرت الدعجاء الدائرة مبتعدة بضع خطوات لأخذ أنفاسها والعرجاء تعكس خلفها بواجه قلق وقفت دعجاء وضع كفها على صدرها بعدما قطعت مسافة بعيدا عن المجموعة وأخذت تتنفس وكأنها تعاني من الضيق حينها شعرت بيد نافجة تربط على ظهرها وبنبرة قلق ما الأمر دعجاء بصوت متقطع الصبيه نافجة ملتفت وراء عوراء ما بيها دعجاء مسحة على عنقها وكأنها تختنق تملك طاقة غريبة تعاكر قدراتي على نقلك أين وجدتيها قالت نافجة إنها فتاة مسكينة التقيتها في مدينة البركة قبل عدة أشهر ولا أعرف عنها الكثير قالت دعجاء مدينة البركة أرض ملعونة وأهلها من شرار الناس قالت نافجة كنت أسعى لتطبيب رفايدة ولم أجد دعجاء مقاطعة هل أجدتي تلاصم الانتقال منذ أن افترقنا لا يا عم هل يجيدها أحد من بناتك أعتقد أن هند تجيدها استدارت الدعجاء وبلعت ريقها وصارت عائدة للمجموعة الواقفة تراقب ما يحدث بخليط من التعجب والتسائل وعند وصولها إليهم وجهت حديثها لهند القائلة هل تجدين تلاصم التنقل يا ابنة معناد نعم سأحتاجك لتعاونينني حسنا لكن في ماذا وكيف فقط عندما نحاول الانتقال مجددا كوني بجانبي وضعي يدك بيدي ثم إقرأي تلصم الانتقال معي ووجهينا لميناء بوشير وتركي باقي علي هذا سيكون كافيا هند مقتربة من الدعجاء حسنا وضعت ابنة معناد كفها في كف الدعجاء وبالتتابع أمسكت كل واحدة من العصبة بيد الأخرى مشكلات دائرة مغلقة انتهت بإمساك القيقبون ليد دعجاء التي قالت أغمضن عيونكن الآن مرة أخرى ولا تفتحنها حتى أخبركن القيقبون تغمض عينيها متحسسة يد الدعجاء يدك أنعم من يد الصبية الصغيرة ماذا تأكلان أنت وابنة النخيل لتغدو هكذا دعجاء مغمض عينيها باسمة نحن فقط لا نغسل القدور بدأت الدعجاء بالتمتمة وتبعتها هند بالمثل رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 صمت المصمطة مجموعة تدخل على السيد الكبير في القاعة الكبرى بعرين الأسد ضمت الوزيرين أغوى رشني والمرأة العجوز الموكلة في الطائفة بوشم المصنفين حاملة معها إبرة وقنينة صغيرة صار من ورائهم ميزك والحرس السابقون للسيد الكبير والقادة الحاليون لفركة القتلى وهم زومر مرناصة وكمشت ما أن رأت مهرينيز الواقفة بجانب العرش الرخامي قاتل أختها حتى تجهمت وحضقت به بعبوس خلال سيره ولم ترفع عينيها من عليه وكأنه مفترس ينتظر فرصة ليبيغت فريسته وقف الجميع أمام قائد الطائفة حانين رؤوسه حينها حدثهم قائلا لا أريد أي معكرات اليوم تقدم الوزير أغوى وقال بنبرد خوف ووجل ليس لدينا إلا ما يسرك يا صاحب العظمة السيد الكبير بتململ هيا ابدأ المراسم أغ باسطا أذرعه وكفيه عاليا نحن هنا اليوم لتكريم الكاهن ميزك بعد إنجازه المهمة التي فشل فيها القتل مرارا وتكرارا وكما يقال ومعروف بين أفراد الطائفة عندما يفشل القتل يتدخل الكهنة وقد تدخلنا وأنجزنا المهمة على أكمل وجه كما هو متوقع ومطلوب منه امتثالا لأوامر سيدنا الكبير تجحم روشني بعدما سمع هذا الكلام لكنه كظم غيز ولم يعلق أغ مستأنفا أما على الصعيد الآخر فإنجازات الطائفة في تقدم وتوسع مستمرين ولقد حققنا الكثير من السيد الكبير مقاطعا ماذا عن العربيات ما الذي أنجزتموه معهم أغمت العثما العرب العربيات نعم البدوى الحافيات التي ينويننا قدوم إلى هنا لمواجهتنا على حد قولهم مهريناز متمتمة لنفسها متذمرة ما بيهن الحافيات أغمستدركا أوه نعم إنهم لا يزالن في عربستان وجواسيسنا وقتلتنا الموجودون هناك يتعقبوناهم ويراقبوناهم باستمرار وقد يتمكن أحدهم من تصفيتهم حتى قبل أن يصلن إلينا قال السيد الكبير قد أغمتوطر بل أنا واثق من ذلك لا تشغل بالك يا سيدي فالأمر لا يستحق الذكر وهن مجرد مجموعة من الذباب سيتساقطن وسيتم دوسهم قريبا أنا أشرف على هذه المهمة بنفسي ولن ترى سوى ما عهدته مني من إنجاز حاسم وسريع السيد الكبير ملوحا بكفه بوشه غير مكتلث حسنا شمو كي ننتهي صارت العجوز حاملة قنينة والإبرة ووقفت أمام العرش تباع ميزك الذي وضع كفه على صدره حانيا رأسه للسيد الكبير قائلا هذا شرف كبير يا صاحب العظم تجهمت مهلي ناز والسيد الكبير يبتسم لتجهمها عندما وجه نظره إليها وكأنه مستمتع بغيزها من الكاهن القاتل غمست العجوزة الإبرة في القنينة وهمت بوشم الكاهن بدائرة رابعة على وجنته وقبل أن يلمس رأسها الحاد جلده سرخ روشني متقدما للأمام قائلا مهلا هناك مشكلة تحولت وجوه الحاضرين جميعا للدهشة مما قام به وزير القاتلة عدى السيد الكبير الذي قال بخليط النصخط والاهتمام ما بك يا روشني لما تقاطع مراسم التنصيب ألا تعرف أن هذا أمر محرم وجريمة كبرى المعذرة يا صاحب العظم لكني قمت بذلك لمنع جريمة أكبر جريمة غش وتدليس وأنا لن أقف صامتا ولن أسمح بذلك أغب تعجب ودهشة عما تتحدث أي جريمة روشني مقتربا أكثر من العرش الرخامي وحديثه موجه للسيد الكبير بصوت مسموع للجميع الكاهن ميزك لا يستحق هذا الشرف الساحر الهجينة لا تزال على قيد الحياة سحق كل الحاضرين مما سمعوا لكن أكثرهم صدمة كانت مهريناز التي فتحت فمها وتسعت عينها دهشة وأذناها تنسطان باهتمام شديد السيد الكبير موجه النظر المتجهم وحديثه الصاخت لأغ قائلا من الذي أسمعه يا وزير الكهنة أغ بارتباك شديد هذا غير صحيح ميزك أكد لي أنه أنجز المهم تراجعت العجوز للوراء معيدة الإبرة وسط القنينة روشني مستأنفا حديثه بثقة غير صحيح هذا ما نقله جواسيس الثقات في عربستان كهنة أغ فشلوا في مهمتهم وفوق ذلك ادعوا كذبا أنه نجحوا فيها ميزك فاقدا هدوءه كذب قال روشني أنا لا أجذب أيها الكاهن وأنا لا أتحدث إلا عندما أكون واثقا من كلامي بعكس غيري أغل روشني محاولا تدارك الأمر وهو يشاهد ملامح السيد الكبير تتفجر غضبا كالبركائن الهائج لم يطلب أحد نشورتك ياه السيد الكبير مقاطعا بصوت غلي صاخت كفا حان الجميع رؤوسهم خوفا ووجلا السيد الكبير موجها حديثه لرشني بودوء مخيف أين هي الآن؟ قال رشني جواسيسي لم يتعقبوها كثيرا فقد كانوا في مهمة مختلفة وعلمنا ذلك بمحدر مصادفة فقط لكن ما أنا واثق منه أنها حية ترزق وقد تسعى للانتقام قال السيد الكبير أريد أن أعرف مكانها وماذا تنوي أن تفعل أغل يمكنني إرسال السيد الكبير سارخا في وزير الكهنة كزئير الأسد اسمت يا أغ لا أريد سمع صوتك ارتعد أغو وضعا كفوفه على صدره منزلا رأسه وبجزع شديد أمرك قال السيد الكبير رشني أمرك يا صاحب العظمة هذه السحرة يجب أن تموت هل تفهمني؟ كانت مهر ناس تسمع ذلك الحوار وقلبي تقطع ألما ورغبتها في الخروج للبحث عن أختها بنفسها برغت أقصاها وقمتها لكنها ولسبب ما لم تفعل وأفرت الالتزام بعهدها مع السيد الكبير وبقيت مكانها صامت ومنصتها رشني مشيرا لقادته الثلاثة بالتقدم أكثر ليراهم السيد الكبير سنحدد موقعها وقتلتي جاهزون لتصفياتها وجه السيد الكبير نظر العابس لأغى المرتجف أمامه وقال أنت على وشخ خصارت كل شيء يا وزير الكهنة ما حدث للتو أمر عظيم ولا يغطفر أغ والجزح قابط على صدره صدقني يا صاحب الرحمة أنني لم أكن على علم بذلك وهذا ما يجعل الأمر أكثر سوءا لم أعد هذا التقصير من كهناتي لكني أعدك بأن ذلك لن يتكرر أدار السيد الكبير نظر لميزك والذي بدأ أنه في حالة من الصدمة لمسامع وشاهد وقال له وهو يشير له بسبابته للإقتراب تعال أيها الكاهن تقدم ميزك وعندما استقر عند قاع العرش نهض السيد الكبير بجسده الضخم ووقف أمامه وقائلا كيف قتلتها كما تدعي ميزك رفعا كفه اليسرى طعنطها بيدي هذه لديك فرصة واحدة لتكفر عن تقصيرك قالها السيد الكبير وهو يقبط على كف ميزك المرفوعة ويضعط عليها بقوة ميزك بنبرة متألمة لكن صامدها سأفعل فصل السيد الكبير يد الكاهن عن ناصامه بعدما صحقها بقبضته لكن الكاهن لم يصرخ أو يتوجع بل اكتفى بسد منبع الدم المتضفق من جرحه بيده الأخرى حانيا رأسه قائلا سأكفر عن ذنبي السيد الكبير راميا باليد المبطورة جانبا وبصوته الغليز المشحون بالغضب قال لقد ضقت ذراعا بكم وبفشلكم المتكرر الطائفة تفقد هيمنتها وصمعتنا في نزول وانحضار مستمر وهذا ما دفع هؤلاء البدو للتجرؤ ومحاورة مهاجمتنا لن أعفو عن أي أحد منكم بعد اليوم إذا شهدت تقصيرا أو تخاذرا الموت سيكون مصير كل متنور يفشر في أي مهمة مهما كانت هل هذا مفهوم؟ حانت جميع رؤوسهم خوفا ووجلا ولم ينطق أي منهم بشيء السيد الكبير سارخا فيهم اخرجوا الآن ولا تعودوا إلا بعدما يكون لديكم ما يستحق الإنصاط بدأ الواقفون أمام العرش الرخامي بالانسحاب واحدا تلو الآخر والخيبة تعل وجوههم عدا رشني الذي ارتسم على محياء ابتسامة خبيثة أخفاها بكفه وهو يمس على فكه الأملس جلس السيد الكبير بواجه متجهم يتنفذ بثقل وحينها تحدثت معه مهريناز الواقفة بجانب عرشه بظهر منتصب ونظر مرتكز أماميها وقالت لما تريد قتلها؟ ما الذي اقترفته لتستحق الموت؟ السيد الكبير دون أن يلتفت إليها لأنها تجرأت وقطت الكثير من أتباع الطائفة في عربستان قالت مهريناز أنا أعرف أختي جيدا وهي ليست فتاة عدائية أنا متيقنة من أنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها فقط قال السيد الكبير هل ستجادلين خراري؟ قالت مهريناز أنا أحاول أن أفهم فقط قال السيد الكبير ومن أنت حتى أبرل لك كي تفهمي؟ صمتت مهريناز ولم تستمر في الجدال لكن السيد الكبير وبعد لحظات من الصمت قال قبل ما يقارب العامين حاول أحد المستطلعين تجنيدها للطائفة وكان يمكنها أن ترفض وتتركه وشأنه لكنها قتلته ومثلت بجثمانه وكان ذلك إهانة كبيرة لنا وطعنا لكرامتنا مهريناز والبقية الذين قتلتهم من قتلة الذين أرسلتوهم لاستعادة تلك الكرامة ماذا تريدين أن تقولي؟ جنتها مثل ما جنتني ألم تسمعي ما قلته للتو؟ أختك مجنونة ولا تسمع إلا ما يدور في رأسها ولم تتوقف إلا إذا توقفت أنفاسها أوكل هذه المهمة لي السيد الكبير باسما وبشيء من التهكم عن أي مهمة تتحدثين؟ قتلها أم تجنيدها؟ قالت مهريناز ما تشاء أنت سألبيه أريدها ميته لك ذلك السيد الكبير ملتفتا لمهريناز التي كانت لا تزال تحضق أمامها بأعين صارمة ستقتلين أختكي مهريناز وهي على حالها وثباتها نعم لأجلك سأفعل السيد الكبير معيد النظر أمامه تعرفين أنك لن تستطيع الهرب من قبضتي لو فكرت بخيانتي ومساعدتها قالت مهريناز سأحضر رأسها لك وأضع بين قدميك أحضريها لي حية تتنفس واقتليها أمامي قالت مهريناز فقط امنحني الأمر وسيكون ذلك أشار السيد الكبير بيده مانحا مهريناز الإذن فدنت منه وأمسكت كفه المفتوحة وقبلتها قائلة بأعين تتوهج بنور أبيض شكرا يا صاحب العظمة بعدها صارت الحافية خروجا من القاعة تارك السيد الكبير ليراقبها بأعين متوجزة في الخارج مرت مهريناز براشني وأغل واقفين عند المدخل يتحدثان ويتجادلان فيما بينهما وحينما رأيها توقف عن الكلام وارتبك بعض الشيء لكنها لم تتوقف أو تعر حديثهم أي اهتمام واستمرت بالسيل نزولا من السلالم الرخامية الكبيرة التي تقود لمخرج الجبل أغبئ استغراب عينيه على مهريناز النازلة من قمة السلالم إلى أين هي ذاهبة وليما تركت جانب السيد الكبير راشني هل تظن أنه حررها؟ لا أعتقد أن الأسوأ حدث ماذا تقصد؟ السيد الكبير أرسلها في مهمة وغالبا هي إحدى المهام التي أخفقنا فيها ثقة بنا تتضاءل وهذا أمر مخلق راشني تحدث عن نفسك أنا لم أخفق في شيء وثقة السيد الكبير بي كما هي بل في تزايد أغب موجه النظر لراشني هل تعتقد أنني لا أرى ما تحاول القيام به؟ هل تظن أنك ستبلغ مبلغا أعلى وتحظى بمنصب مكان أكبر عند السيد الكبير حينما تشكك في قدراتي وقدرة كهنتي أمامه بتلك الألعاب السبيانية؟ قال راشني كهنتك أخفق بالفعل وأنا لم أتجن عليهم قال أغب وصخت طالنا جميعا لا تظن لوهلة أن السيد الكبير سيعاملك بشكل خاص عندما تثير الفتن ويتهز تماسك الطائفة صدقني أنت الآن في وضع أسوأ مما كنت عليه وسترى عاقبة أفعالك قريبا راشني هل هذا تهديد؟ قال أغب بل تحذير إذ لم نعمل معا وننتهي من جميع المشكلات المحضقة بنا وبالطائفة فلن يتردد السيد الكبير في محونا جميعا دون تردد أو تمييز راشني وهل حقا ستشاركني علمك وتمدي للعون أنت وكهنتك؟ قال أغب ليس لأجلك بل لأجل الطائفة الجنتية أنا أملك من الحكم ما يدعوني للتضحية بأي شيء حماية للطائفة بعكسك أنت تبسم راشني ثم قال سيد أغب هذا الحديث ليس من عادتك فيما تفكر ولماذا تخطط؟ أغب ملتفتا يمينا وشمالا لن نتحدث هنا لنذهب لقصري بعد خروجهما من عرين الأسد توجه الوزيران لقصر نستقر في الطابق السادس أسفر قصر السيد الكبير الواقع في الطابق السابع وهذا المكان عرف كذلك بالمعبد الكبير لأنه احتوى بالإضافة لمكان إقامة وزير الكهنة على هيكل كبير ضم العديد من الكهنة برتب متعددة يمارسون فيه تقصام السرية بعيدا عن أعين بقية أفراد الطائفة ولم يكن يسمح بالدخول لأي متنور سواهم حتى الوزير راشني الذي كانت تلك زيارته الأولى للمكان لذا قال لأغ خلال تجاوزهما فواهاته كبيرة والمحروصة من الخارج بمجموعة من الحراس أنت اليوم تكسر حواجز كثيرة وتحدث صوابق جديدة يا كبير الكهنة أغ وهو مستمر في التقدم حديثان الأخير في قصرك جعلني أدرك أننا قد بلغنا مرحلة حرجة ولن أنتظر إلى أن ينهار كل ما بنيناه لسبب تافه راشني الأمر لا يزال مبكرا كي تحكم بأن العربيات سيتسببن في انهيار الطائفة توقف أغ فجأة ووجه نظره لراشني قائلا كنت أتحدث عنك تعجب راشني من كلامه لكنه لم يعلق عاود وزير الكهنة السير حتى وصل لتجويف بسقف مفتوح على السماء الغائمة يتوسطه ما كان يشبه الحوض الحجري امتلأ بماء أزرق صافن أحاطت به مجموعة من السخور بدت وكأنها معدة للجلوس ومن بين تلك السخور استقرت صخرة تكبرها قليلا جلس عليها أغ وأشار لراشني بالجلوس ففعل وهو يقول بشيء من التهكم هل هذا عرشك؟ قال أغ الحكمة لا تحتاج عرشا والعلم لا يستلزم ثراء راشني وضعا ساقا على ساق وما الهلم الذي تنوي مشاركة إيات؟ وضع أغ أطراف أنامل يده اليسرى وسط الماء وأخذ يحركها ببطء معكرا صف سطحه قائلا النزل للسراب جميل لكن الأجمل متابعت من يلاحقونه إلى ماذا ترمي يا كبير الكهنة؟ أغ وهو مستمر بتحريك أصابعه فوق الماء لنتكاشف أولا كي يكون حديثنا أكثر سلاسة ونصفيه من أي شوائب تعكره تشكر على سطح ماء الحوض صورة متحركة فحنى راشني رأسه ممعنى للنظر أكثر فشاهد مساعده شاوري يتحدث مع أحد المتناورين في قصره راشني رفع النظر محدثا أغي ماذا تريد أن تقول؟ أغبى سيمن بعدما عكر الصورة بحركة من يده بأنني أعرف كل شيء راشني بشيء من الارتباك تعرف ماذا؟ ما تخطط وتنوي قيام به راشني محاولا صرف الموضوع أنا لا أعرف لما تشك بي دوما يا أغ قال أغ في السابق كنت أشك لكن بعدما كشفت حقيقة ميزك عمدا أمام السيد الكبير أصبحت متيقنا متيقنا من ماذا؟ من أن لك أطماعا كبيرة أكبر منك بكثير وستبذل المستحيل للوصول إليها قال راشني كاهنك كان سينكشف عجلا أم أجلا وصدقني أنني أنقذتك من مصيبة أكبر لو أن الخبر وصل للسيد الكبير لاحقا وبعد وشمه قال أغ هل تخطط للاستيلاء على منصب كبير الكهنة مثلما استوليت على منصب فايو؟ هل هذا طموحك؟ راشني منصبك لا يعني لي شيئا كل ما يهمني هو صد هؤلاء الدخلاء وقضاء عليهم قبل أن يصلوا لجبال الملح وسترى بنفسك أن ولائي للطائفة الجنتية يفوق ولائي يفرد فيها بمن فيهم أنت قال أغ وهل ولائك الذي تتحدث عنه هو ما دفعك لمساعدة العرجاء في التغلب على كلال؟ راشني والتوتر بادن على وجهه أنت تهذي بالأكاذيب وتحاول الانتقام مني لكشف كهنك لو كنت أفكر بطريقتك نفسها وأردت الانتقام لما كنا نتحدث وحدنا الآن وكان الحديث أمام السيد الكبير لكني لست متهورا مثلك ومصلحتي الشخصية ليست من أولوياتي ومقدمة على ما هو أهم راشني وما هو شيء الأهم من نفسك؟ قال أغ الطائفة الجنتية أنا من رشحك لسيد الكبير وأنا كذلك من سيقوم بتقويم حرافك لأنني أعرف أنك تملك الكثير لتقدمه لنا لكن غرورك شتى الذهنك تموحك يفوق قدراتك وعدم إدراكك لذلك أوهامك بأنك تستطيع الإطاحة بالسيد الكبير سمت راشني ولم يرد لشعوره بخليط من العار والخجل قال أغ نحن لسنا عربا لنطعم بعضنا بعض الشيء الوحيد الذي مكننا من البقاء والارتقاء هو الولاء المطلق لأهدافنا لقضياتنا لأسيادنا قال رشني قلت بأنك تريد حديثا بلا مواراة نعم قال رشني ذلك يستدعي أن أتحدث بحرية دون الخوف على مصيري من أي عاقبة أمامك على الأقل أغ كلامك هذا يدل على أنك استعدت عقلك تحدث كما تشاء ولا تخشى شيئا يا قائد القتل تحدث ما قمت به أو كنت سأقوم به هو لمصلحة الطائفة وليس لمطامعي الشخصية قال أغ وأي مصلحة كنت ترجوها ويمكن أن تجنيها الطائفة بإزاحة سيدها وقائدها من عرشه قال رشني القائد يجب أن يحمل صفات معينة ليقود هل تذكر لي ما رشحتني للاندمام للطائفة لأنك تملك خصالا كثيرة ذات نفع لنا أهمها قدرتك على تقييم الطاقات الكامنة والمتفجرة ناهيك عن ذكائك الحاد وقوة ملاحظتك درشني وما ذكرته هو سبب ما فعلته لم أفهم قائدنا العظيم السيد الكبير ومنذ أول يوم التقيت به اكتشفت السر الذي أنا على يقين بأنك ملم به وتعرفه قال أغ أنا لن أخمن شيئا لم تتفوه به تكلم بوضوح عن أي سر تتحدى قال رشني أن قائد الطائفة الجنتية العظيم لا يملك أي طاقة تذكر لا هالة متفجرة أو حتى خاملة وكأنه حجر مصمت بارد أغ باسما وهذا سبب رغبتك في الانقلاب عليه لقد ادعى أنه يملك طاقة فوقنا جميعا وهذا ادعاء كاذب ووجود شخص أقل منا فوق رأس الهرم هو أشد خطورة على الطائفة من أي شيء آخر قال أغ السيد الكبير لم يدعي يوما أنه يملك هالة من أي نوع لكن مما لا شك فيه أنه يملك قوة لا نحلم بالوصول إليها أين تلك القوة؟ أنا لم أرى يستخدمها من قبل سوى في التهديد والصراخ ربما يملك قوة بسيطة لا تتعدى ما يملكه أي متنور غير مصنف لكن عدا ذلك لم أرى شيئا يستحق كل هذا التبجيل الذي نقدمه له ولا أستبعد أن يكون مجرد شخص مثله ومثل غيره من عامة الناس بشر بشر بلا مزايا روحية وروحانية قال أغ هذا هو سر قواته راشني بخليط من الاستغراب والتساؤل أي وهم أقنعت نفسك به يا وزير الكهنة أقنعني كيف وصلت لمثل هذا الإيمان المطلق به وأنت لم تشاهد قواته من قبل من قال هذا؟ حسنا أنا منصد أنا لم أتناقش معه من قبل في سر قواته لكن حديثا دار بيني وبينك الكامش حول هذا الموضوع وماذا قال؟ لم يجيبني بشكل مباشر لكنه قال أنه لا يوجد مصدر لقوة يضاهي عزيمة الإنسان وهذا هو مصدر قوة قائدنا هراء لا يمكن لأحد أن يصبح قويا فقط لأنه يريد ذلك لا تسيء فهمي وتظن أن احترامي للسايد الكبير تغير لكن تصرفاته مع تلك الحافية هي أكبر دليل على ضعفه وعجزه تقصد مهلي نازل؟ نعم فهو يعاملها بصبر وبال طويل وتنازل لها كثيرا وتجاوز عن زلتها بالرغم من وقاحتها بدأ خائفا منها شعرت بهذا عندما غفر لها ما فعلته بحراسه وأعطاها حق الرحيل حينما طلبت منه ذلك قال أغي ما فعلته بالحراس كان بأمره ورحيلها كذلك كان خيارا ممنوحا منه أنا قدمتها للسايد الكبير كي يراها ويرى قوتها فقط ولم أتوقع أن يبقيها بجانبه راشن كنت تريد أن يوليك عليها قال أغي وأنا أحق شخصا بذلك أنا من ضربها أوسق القدرتها وأنا من علمها كيف تسيطر وتستخدم تلك الطاقة المهولة التي تملكها قراره بتعينها كحارسة له كان مفاجأة بالنسبة لي لا أنكر هذا لكن مع ذلك ليس لي إلا أن أنصاه راشن أنا على عكسك تماما لم يفاجئني قراره شخص ضعيف مثله يريد أن يحيط نفسه بالأقوياء دوما ليحموه لأنه لو لم يفعل كانت ستمزقه في لحظات قال أغي أنت بحق لا تفهم ما يدور حولك أجبني إذن لما أعطاها حق الرحيل بتلك السهولة ولما بعدما قمنا أنا وأنت بالتلاعب بعقلها لثانيها عن ذلك بذكر إخوتها أمامها يقوم هو بمنحها هذا المنصر لا يوجد سبب لقيامه بذلك إلا ليداري عجزه وخيبته أنت مخطئ يا رشني السيد الكبير لا يخشى أحد قال رشني ليس خوفا بقدر ما هو حذر الحقيقة واضحة أمامك لكنك تختارز صد بنظرك عنها إنه لا يريد مواجهتها وهذا مؤشر صريح للضعف بالنسبة لي وهذا هو سبب قناعتي كنت دائما ومنذ اللحظة الأولى التي انضممت فيها للطائفة أتساءل مع نفسي هل السيد الكبير حقا بالقوة والبأس الذين يشاعان عنه قال أغ كل ما أعرفه هو أنه بطش بكل مخلوق وقف ضده بشر جن شياطين هذا الرجل لا يعرف معنى الهزيمة ولم يراها من قبل هل رأيت هذا يحدث ولو مرة واحدة بعينك يا أغ لا ثم ماذا عم تلك النطبة على عينه تلك كانت المرة الوحيدة التي رأيته يصاب فيها سببتها له حارسة انقلبت عليه في الماضي إذن فالسيد الكبير ليس حصنا منيعا لا يمكن اختراقه كما يظن الجميع قال أغ أنت لم تر ما رأينا يومها لو كنت حاضنا ليما قلت ما قلته للتو قال روشني كلي آذان صاغية يا وزير الكهنة أنر بصيرتي كيف حصل السيد الكبير على تلك النطبة أغ وهو يغمس أنامله في الحوض المائي قبل أن أخبرك أريدك أن ترى شيئا تشكل على سطح الماء سورة رجلا يغطي وجهه بليفان يسير في أحد الأسواق روشني محاولا التعرف علي من هذا الرجل قال أغ الساحرة الهجينة وهي تقترب مننا لقد وصلت للبور قبل قليل روشني المجنونة إذن اتخذت قرار الهجوم علينا بالفعل قال أغ أعتقد أنها تتعقب ميزك فقط تريد الثقر منها على ما أظن روشني أنا متعجب من إصرارها وهوسها أغ الفتاة تستعين بالتشكل من وقت لآخر لتضليل الجواسيس قد توقفت عن استخدام طلاصم الانتقال وغيرها منذ دخولها قرية ديزداب إنها تعرف جيدا أن استخدام طلاصمها سيسهل علينا كشف موقعها لذا فهي ستكمل بقية المسافة لجبال الملح سيرا على الأقدام روشني وكيف سنتمكن من تحديد موقعها بعد خروجها من القرية أغي محركا أنامله فوق الحوض المائي مبددا السورة مصادر علمي لاست محدودة مثل مصادرك انسى أمرها الآن ولنركز على الأهم تشكلت سورة أخرى على سطح الماء مظهرة مجموعة من النساء يقفان على شاطر يرافقهم رجل وصبية صغيرة هل هؤلاء هم؟ نعم قد وصلوا للتو لساحل بوشير قبل قليل قال روشني سوف أعلم القتل بتعقبهم وتصفياتهم في الحال قبل أن يتقدموا أكثر لا سننتظر قال روشني ننتظر ماذا؟ هذه فرصتنا لقضاء عليهم بضربة واحدة قال أغي ليس من الحكمة الاستضامة عدو لا تعرف إمكانياته بعد روشني أرض المعركة اختلفت الآن وهم لم يعودوا في عربستان هنا نحن نملك اليد العليا عددا وعتادا أغي لا تقلل من شأن من أطاحه بقتل اتفاي واحدا تلو الآخر وماذا تقترح؟ أغي معيد النظر للسطورة المنعكسة على سطح ماء الحوض سنراقب تحركتهم ونرسل لهم القتل من حين لآخر وبناء على النتائج سنرسب خطتنا قال روشني ما زلت مقتنعا بفكرة توجيه ضربة واحدة وقاصمة عشرة متنورين أو عشرون متنورا من الرتب العليا يهجمون عليهم في وقت واحد وننتهي من كل شيء قال أغي ولو تمكنوا من التصدي لتلك الهجمة وتلقينا هزيمة نقراء على أرضنا وأمام شعبنا روشني بتعجب عن ماذا تتحدث يا وزير الكهنة أم عن وزير الكهنة النظر أكثر في العزبة من خلال إنعكاس سورتهم على سطح حوض الماء محركا أنامله عند وجوههم ثم قال يجب أن نرى مدى قواتهم ونختبرها كي نضع الخطة المناسبة للإطاحة بهم خاصة أن من بينهم من نشر قواتهم وقدرتهم أي هزيمة سنترقها على أرضنا سينتشر خبرها في كل أرجاء فارس وسنخسر ما هو أهم من حياتنا سنخسر سمعتنا وهيبتنا لا لن نجازف مثل تلك المواجهة قبل أن نعرف ما نحن مقبلون عليه قواعد اللعب اختلفت الآن روشني أنا منصت لاقتراحاتك أغل رافعا رأسها عن حوض الماء الطريق المألوف والمعروف المؤدي لجبال الملح هو المعبر الجبل المنطلق من لوبور وهم على الأرجح سيتوجهون إليه وينطلقون منه وهناك سننصب لهم كمينا بعيدا عن الأنظار ونبيدهم بضربة واحدة كما تقول بعدما يكون لدينا ما يكفي من علم عن قدرتهم بعدما نرسل بعض المتناورين لاختبارها قال روشني ما زلت مسرا أن قدرتهم محدودة أغل ملتفدا إليه محدودة هل نسيت أن أقوى متنورة قاتلة في تاريخ الطائفة تسير معهم القاتلة التي تمكنت من تصفية الكاهن الأسود ومجموعات وحدها دون أي مساعدة وحتى من قبل أن تنضم إلينا سقط أمامها عدد من القتل ذو الرطب العليا ليس من الحكم التقليل من شأن أعدائنا خاصة عدو أتى إليك غير مكترث لمصيره هؤلاء النسوة أتينا ليمتن في سبيل إحداث شارخي في صرحان العظيم ولو نجحان فلن تتعافى الطائفة من ذلك أبدا تريث تريث أيها الوزير روشني ماذا عن استحال الهجينة؟ هل ستتركها حتى تصر عند سفح الجبل قبل أن تهاجمها هي الأخرى؟ أغ ستقع في كمين مماثل قبلهم فهي لا شك على وشك شد الرحيل نحو قمم جبال الملح ثم إن هدفها هو ميزك فقط وليس السيد الكبير روشني ماذا لو لم تسلك أي منهم المعبر الجبلي وسلكن الطريق الآخر؟ قال أغ تقصد؟ قال روشني نعم لو سلكنه فسنفقد أثرهم وسيصبح تعقبهم أكثر صعوبة قال أغ لا يعرف هذا الطريق وأسراره سوى أهل البلد وهن غريبات ولن يشاركهم أحد تلك المعلومة حصة عندما يعرفن أنهم عربيات قال روشني أنمار فارسية وهند كانت متنورة وتجيد لغتنا وكلتهم بلا شك على علم به قال أغ لا تستبق الأحداث قم فقط بانتقاء مجموعة من القتلى وارسلهم تباعا كي يكونوا في استقبال ضيفتنا غير المرحب بيهم لنرى مدى إمكانياتهم ولا ترسل مجموعات كبيرة لا نريد أحداث جلبة روشني موجه النظر للحوض جائلا بالنظر بين وجوه المجموعة هون يستكشفن الشاطئ متوقفا عند عوراء قائلا هل هذه هي الصبية التي أخبرك عنها ميزك أغ يشاركه النظر للصبية ذات الشعر الأحمد نعم إنها هي على ما أظن ألم يخبرك مساعدك شعر عنها بلى لكن لا يبدو لي أنها تملك أي قوة كما كان يدعيان انظر كيف تتشبث بالعرجاء لا أحد يملك قدرة للدفاع عن نفسه يفعل ذلك الشيء الوحيد اللافت فيها أن ملامحها ليست عربية تذكرني بفتيات مدينة استخر جنوب فارس أغ وملامحه تتغير بعدما تمعن بواجهها أكثر نعم معك حق تعرف أشعر بأنني رأيتها من قبل روشني مدير النظر لأغ وبنبرة متحكمة رأيتها أين يا كبير الكهنة هل كنت تملك جارية مثلها وقف أغ ودن أكثر من الحوض حنيا رأسه بأعين متسعة وواجه مصدوه تذكرت الآن إنها صورة تبقى الأصل منها التشابه بينهما لا يمكن تجاهله هي أيضا كانت من استخر روشني بماذا تهذي تشابه بينها وبين من أغ متراجعا بجذى جسده للخلف وضعا كفه على فمه ونظره مرتكز على الصبية وكأنني أرى غمشت أمامي لون شعرها وعينيها مختلف لكن الملامح متضابقة من هذه الغمشت؟ أغ مستمرا في الحديث مع نفسه وهو يراقب الصبية من خلال الحوض الماء نعم نعم شعرها الأحمر عينيها لقد ورثتها منه وعمرها مناسب لأن تكون هي يا للهول أيعقل أن تكون هذه الصبية؟ قال روشني هل فقط عقلك يا وزير الكهنة عن ماذا تتحدث؟ أغ معكرا سطح الماء بأنامله مبددا السورة المنعكسة عن كارثة تقترب منه روشني أعتذر إذ لم أتفاعل معك يا سيد أغ فأنت تتحدث بالألغاز أغ جالسا على صخرته بوجه خالته القلق والتفكر السيد الكبير عندما أسس الطائفة الجنتية لجأ لعرافة شهيرة في تخت سليمان لتقرأ له طالعه ومستقبل قراره الذي اتخذه قد بركت له تلك الخطوة وأكدت له أن المجد سيكون رفيقه والنصر حليفه لكنها حذرته من أمر ما؟ حذرته من ماذا؟ أخبرته أن سقوطه من قمة عرش الرخامي سيكون على يد من تنجبه بطنة حملت وحبلت من بين أتباعه ألي هذا يحرم زواج بيننا؟ نعم وهو مؤمن جدا بتلك النبوءة وما علاقة ذلك بتلك الصبية المرافقة للعربيات هل تذكر ندبة السيدة الكبيرة التي سألتني عنها؟ نعم تلك التي على العين اليسرى أغ ممررا أصابعه في لحياته سارحا في الحوض المائي أمامه سأخبرك كيف حصل عليها كان هذا قبل أعوام طويلة أكثر من عشر سنوات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله